موسيقى الاهلي الى نصف نهاية كأس مصر بعد فوز مستحق على بيراميدز والفضل الاول لسامي ومصر مهمة صعبة بكل المقاييس مرحلة انتقالية مش سهلة بعد مدرب ناجح وغيابات بالجملة سامي امصان كعادة ابناء النادي الاهلي تلاقيهم في المعاد ولو الاهلي بمن حضر تخص اللاعبين فبرضه تنطبق على المدربين الاهلي فاز على بيراميدز وصعد لنصف النهائي كأس مصر صحيح الاداء مش جيد بس المكاسب كتير عودة رامي ربيع على المستوى تحسن مستوى طاهر واخيرا حسام حسن بيسجد مليون مبروك للنادي الاهلي هرد لك اكيد لبرمز اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النادي الاهلي يتخطى بيراميدز ويصعد لنصف نهائي كأس مصر عن بطولة الموسم الماضي موسم 2020-2021 النادي الاهلي اليوم بالكابتن سامي امصان يحاقق انتصار غالي وغالي جدا على فريق قوي جدا هو فريق بيراميدز النهاردة اداء النادي الاهلي بعد الهدف المبكر لطاهر محمد طاهر ما كانتش قد كده هنشوف الاهداف مع حضراتكم وهنتكلم تفصيلا عن المباراة طاهر محمد طاهر برأسية مميزة جدا ربما يكون اخطأ في تقديرها شريف اكرامي لكن هدف مبكر ليه النادي الاهلي عن طريق طاهر محمد طاهر بعد الهدف هدأ لعب النادي الاهلي تماما لم يستغل التقدم للهجوم من نادي بيراميدز بيراميدز كمان ما تحسش انه يعني كان عنده الرغبة الحماسية في العودة وان اتيحت ليه بعض الفرص ابرزهم طبعا فرصة فخر الدين بن يوسف اللي اخطأ فيها بشكل كبير جدا ووشاتها برعونة كبيرة اوي بدون جدية خالص الكرة بتاعة فاقي الدين بن يوسف شبه الكرة بتاعة حسام حسن بعد كده حسام حسن بيسجل اول اهدافه مع النادي الاهلي يستغل الفرصة وهو خارج من المباراة النهاردة حسلام حسن الكاميرات لقطته هو بيقول انا اتولدت النهاردة النهاردة انا اتولدت مين بقى كان العامل في حسام حسن كده هنتكلم هندردش هندردش دلوقتي او الاهلي كسم مهاجم مهاجم مميز مهاجم جيد كسب السكة اهم حاجة يكسب السكة السكة اللي كيتغيبة عنه في اخر المباراة بقى هو الحجم خلاص هيسفر محمد الشنوي عمل واحدة زي ما حراركم شايفين كده خطأ خطأ الشاطر بقالف بس ما اثرتش عن انتكت المباراة محمد الشنوي في سنة تراجع في التركيز حارس كبير نعم حارس رائع نعم افضل حارس في مصر مفيش خلاف بس برضو زي ما دايما نقول عليه اعظم حارس في مصر لما يخطئ نقول انه هو غلط الكورة ضربة جزاء بصالح برامج سددها رمضان صبحي وسجل وسجلة هدف في النادي الاهلي من ضربة جزاء والشنوي يعترض هو الشنوي اعتراضه اكيد على خطأه او عصبية من خطأه الشخصي حاس انه هو كان ممكن يعمل مشكلة بس كان خلاص فات الاوان بالنسبة البرامج انه يرجع فيه النتيجة هدف وبعد كده نهاية المباراة لصالح النادي الاهلي فوز اتنين واحد في هزي الماضي اضب الجزاء ولا مصاب الجزاء؟ تقدير الحكم النهاردة حكم الروماني قدر مباراة كبيرة جدا وعمل مباراة محترمة جدا ممكن يبقى فيه بعض الحاجات التحكمية ممكن نتكلم عنها بعد شوية ولكن يعني انت بتتكلم في حكم محترم تاني حكم اوروب يجينا على التوالي يبقى محترم جدا ممكن يبقى فيه حالات ما بحيبش تكلم في الحالات التحكمية بس ممكن يبقى فيها كلام ما اكذبش عليك يعني بس المباراة كنتمشي هادية بدون ازمات بدون مشاكل بدون اعتراضات بدون اي ازمة تخص المباراة ودي ضربة جزاء رمضان صبحي اللي سجل منها هدف فريقه الوحيد في هذه المواجهة عشان تنتهي المباراة اتنين واحد للنادي الاهلي ويصعد لكأس مصر النصف نهائي كأس مصر عبدالله سعيب المناسبة كان افضل لعيب ببراميدز النهاردة الاخبارهم سنا وافضلهم لعبا الفريق في ايه قبل ما هتكلم كتير عن الاهلي والكابتن سامي ومصان تحديدا عشان عايز اتكلم عنه كتير النهاردة ببراميدز فريق كبير فريق عنده عناصر كبيرة فريق عنده لعبين رائعين بس دايما تحس ان ببراميدز يعني ايه ما عندوش نحرة البطولة يا اخي خد بطولة يا اخي العب يا اخي تحمس انا النهاردة ليه الموضوع ده شغلني عندهم كل المكاومات الممكنة اللي تخليهم يكسبوا يكسبوا بطولة حالة الاهل النهاردة مكادش عظيمة بالمناسبة مكادش عظيمة بس البراميدز كانت حالته سيئة جدا ليه؟ اللعيبة ما عندهاش كده زي ما انا وصفت او اللفظ ده نحرة بتاعة الفوز دخل فيك هدف ما عندوش نحرة التعادل وانه يرجع في المباراة وانه يبقى عنده حماس واصارة كده في اللعب مفيش الكلام ده خالص عند براميدز في كل البطولات اللي بشوف فيها براميدز يبقى قريب في التنافس على الدولة في اول الموسم تريبيا تراجع وبيخصى النقاط بدون داعي مش عايز يديك احساس ان انا فعلا فريق بطولة مش عايز لكن انت اللي ما تبص على براميدز التشكيلة وامكانيات تقول لا طبعا فريق بطولة بس فين بقى على ارض الواقع في حاجة مش مزبوطة عند براميدز يصلحوها عشان احنا نحب نشوف فريق واثنين وثلاثة واربعة وعشرة يكونوا بينفسوا في الكرة المصرية في الكاس وفي الدولة النهاردة الاهل بقى منظومة خبرات لبعض اللعبين وكثير من اللعبين وطبعا براميدز كان عنده خبرات بالجملة اكتر كمان من الخبرات اللي كانت موجودة في الملعب بالنسبة للاهلي والاهم الشخصية بتاعة الفوز النهاردة الاهلي ما لعبش مباراة جبيلة زي ما قلت لكم يا ما تقدرش تقولي النهاردة الاهلي عم مباراة ممتعة ورائعة وتفوق جملة وتفصيل على براميدز بس بيخطف بيخطف كرة لطاهر محمد طاهر كرة ثابتة متكررة بنفس الطريقة على الزاوية البعيدة من الكابتن سامي ومصان منذ توليه المهمة واضحة فالراجل تكيس بيعمل واجب مع النادي الاهلي حلو كده ويحط مع طاهر محمد طاهر حسين السيد اللي هو اللعب القصير مع لعب طويل وهو عارف انه الاهلي هيلعب على البعيدة ده لو كان مذاكر النادي الاهلي بيلعب الركنيات على البعيدة حطاها طاهر بشكل رائع جدا وفشل شريف اكرامي فيه التصدي لها كرة تانية لحسام حسن بعد خطائين وراء بعد لحسام حسن حسام حسن كان عنده فرصتين تمريرتين حاسمتين للاهلي قبل الهدف ده عطول عملهم بشكل سايق جدا بس دي أزمة الثقة أنا كل ما شوف حسام حسن يصاب علي أقول عنده أزمة ثقة واضحة جدا جات له الفرصة وحطاها بطريقة هداف قدير جدا جدا خطأ على البعيدة برجله ورح سددها على يمين شريف اكرامي بشكل رائع جدا حسام حسن رامي ربيعة طاهر محمد طاهر زياد طارق كوكا كل اللعبين دول تقريبا ما كنتش بتشوفهم مع بيت سمو سيماني حتى لو شفت طاهر بس ما كنتش بالمستوى ده طار تحسن بقاله 4-5 مباراة تقريبا منذ تولي سامي قمصان المهمة هتقول لي يعني انت عايز تقول لي ان بيت سمو سيماني كان مدرب غير ناجح هذه الجملة الشهيرة المتكررة مني ومن غيري فيش حد يقدر يقول ان بيت سمو سيماني ما كانش مدرب ناجح للنادي الأهلي بس يبدو كده انه كان عنده مشكلة معنوية مع اللعبين ربيعة مدافعة كبيرة وما كانش بياخد حسام حسن احنا كلنا عارفين انه مهاجم كبير وما كانش بياخد طاهر محمد طاهر عارفين انه جاي من المقاولين لعب كبير وما كانش بياخد او كان بياخد بس ما بيقديش بقدي شغلة مدرب ما كانش بيطور في مستوى اللعب لعبين صغيرين زي زياد طارق كان خد في كاس الرابطة بس بعد كده مش هتشوفه كوكا كان خد شوية قليلين بس الوقت بقى موجود بشكل شبه عساسي مع النادي الأهلي هتقول لي ما هي الظروف الصعبة هي اللي اكبرت الكابتن ساميه ومسانا اصلا على اشراكهم يعني كان ممكن ما يشاركوش برضو هقولك صح عندك حق عشان بس ما يبقاش الكلام معايم كده وخلاص بس اللعيبة نازلة جاهزة اللعيبة نازلة عايزة اللعيبة حاسة يعني زي حساب حاسة النهاردة حاسة انه لو سجل او لعب هيلعب تاني مع بيتسو مسماني هو عارف انه حتى لو سجل ممكن ما يبقاش ليه مكان دي حاجات مع الهوية بتوقع وتتأثر فيها ده المفقود المدير فني يعملها ويتعامل فيها مع اللعبين افشا 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 كان تقريبا ابتدى يبعد تماما 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 عن تشكيلة النادي الأهلي او التقلق برضو افشا بقاله مبارتين تلاتة متقلق او بيرجع روايدا روايدا لمستوى نهاردة الأهلي كان عنده غيابات بالجملة بالجملة بيراميدز في رأيه تأثر تأثر واضح جدا بغياب ابراهيم عادل بس بقى الفريق تقريبا تشكيلة شبه متكاملة تقريبا يعني وتبديلات وتغيرات وتشكيلة وتحس كده انه تاكيس جونيس بصراحة مش قد التشكيلة دي يعني تحس بقالها متزعانه تشكيلة حلوة قوي تاكيس جونيس مش تحسوا كده ما تحسوش انه قد التشكيلة دي مش عايز اقول انه هو مدرب وحش بس مش هو التشكيلة دي بشكل كبير النهاردة في النادي الأهلي شبه حسم شبه حسم التعاقد مع مدرب بورتغالي اسمه ريكاردو سوارس ريكاردو سوارس ده حكاية وقصة له تجارب كثيرة في بورتغال او كلها في البرتغال مستو الوحيدة او مستو مش الوحيدة مستو الأكبر في رأيي انه صغير في السنة ويبدو كده ان الاهلي اختاروا عشان يبقى مشروع للنادي الاهلي مستقبلي لما تبصوا هشرح لكم كتير قوي لان النادي الاهلي اختار المدرب ده هتعرف انه في فرصة كبيرة انه يبقى مدرب مميز انه يبقى مدرب جيد انه يبقى مدرب له كيمة في النادي الاهلي وربما يصنع تاريخ لا يقول عن تاريخ مدرب كان جاي ايضا مش اسم كبير او بلاش مش اسم كبير بس مدربش فرق كبيرة زي منو الجوزير هو نفس القصة او قريبة او حاجة شباهة هو مدرب احساس الشخصي انه هيبقى اختيار جاي للنادي الاهلي بشرط المدرب اي مدرب في الدنيا يحب يجي يشتغل في ظروف هادئة واجواء هادئة عشان يبدأ يطور من اللاعبين يبدأ يطور من طرق اللعب على فكرة هو الطريقة الاغلب اللي بيلعب بيها اربعة تلاتة تلاتة طريقة كارلوس كيروش واللي لعب بيها شوية بيتسو موسيماني بالمناسبة اربعة تلاتة تلاتة بس ده هيبقى محتاج وقت والاهم في رأيه والاهم في رأيه انه مايتحطش في مقارنة مع بيتسو موسيماني ليه ليه بيتسو موسيماني نجاح نجاح باهر مع النادي الاهلي وكان له بعض الاخفاقات ولكن هو نجاحه الباهر هيفضل معلق في ازهان جماهين النادي الاهلي المدرب اللي جاي او اي مدرب في العالم مش من الضروري او مش من الصح انك تطلب منه بشكل مباشر انه ياخد بطولة طبعا هو جاي وعارف انه الاهلي نادي بطولات الاهلي بيسعى لكل البطولات بس اقول له الاول اثبت لي اللعب خلي اللعب شكله كويس خلي الفريق شكله كويس خلي النادي الاهلي فريق كبير كرويا كعته بمعنى ايه بمعنى انك تنزل قدام اي منافس تقدر تكسبه تقدر تبقى انت الطرف الاقوى تقدر تبقى انت الطرف المسيطر فيه تفاصيل كده هندردش فيها كتير بس نسمع رأي روي الميدا عن هذا المدرب روي الميدا المساعد السابق لجوزبالو برييرا المدير الفني لنادي الزمالك يا فنم صباح الخير حضرتك مشرف ومنور مع الشرف شكرا جدا على الصفة الجميلة طيب قبل ما خش على المدرب الملشح لتدريب النادي الاهلي لازم الاول اسألك عن جوزبالو برييرا المدير الفني اللي كنت تشتغل معه قبل كده مع نادي الزمالك رأيك ايه في فترته الحالية مع نادي الزمالك لو كنت متابع لنادي الزمالك ايه طبعا شفت بعض المدربين البرتغاليين الكويسين جدا في مصر بس شفت بعض المدربين فقط من المدربين الزمالك وشايف انهما مدربين ليه مش موجود الفترة دي مع جوزبالو برييرا مع نادي الزمالك انا بقالي حوالي سبع سنين مش مع بروفيسور فريرا انا مشيت لما كنا الابطال مع الزمالك ومعدي قعدت في البرتغال فترة طويلة وعلشان كده بقالي حوالي سبع سنين مش مع كوتش فريرا النادي الزمالي اليوم تقارير الصحفية برتغالية وايضا مصادرنا الخاصة بتقول ان ريكاردو سواريس هيكون هو الموديل الفني القادم للنادي الزمالي ايه في مواطنك سواريس انا اعظم من دلوقتي او الحاجات الكويسة من المدربين البرتغاليين حاجة كويسة جدا لانهما بيقدروا يوروا الناس او يظهروا الحاجات بتاعتهم وطبعا كوتش ريكاردو واحد من الكوتش الكويسة جدا بقاله كتير جدا بيدرب وبيدرب الناشئين بقاله فترة طويلة ايه اكتر ما يميزه كمدرب في رأيك فنيا في الملعب هو مدرب هجوم يهي مدرب دفاعي مدرب يشتغل مع شباب والناشئين مدرب يقدر يستطيع يفوز ببطرات هل تتوقع نجاحه مع النادي الاهلي يكونوا اول مرة يخرج من البرتغال يدرب في مكان اخر هذه اول مرة في عالمين هو يدرب حد برا البرتغال بس هي طبعا حاجة جديدة جدا لان كوتش ريكاردو كان واحد من الكوتش الكويسة من البداية كان دايما بيدرب الناشئين وكان هو اللي كان بينشئ الفرق الكبيرة وطبعا هو كان واحد من الناس اللي كان بيدرب العيبة او كان بيعد العيبة علشان يدخلوا في المنتخب البرتغالي وطبعا هو شيء كويس جدا انه هو ممكن يدرب واحد من افضل النوادي او واحد من افضل اتنين نوادي في المصر رؤية علميدة المساعد السابق ليش دوالدو فريرا المدير الفني الحالي نادي الزمالك انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة طيب تعالوا بقى اكلمكم اكتر على مدير الفني المحتمل للنادي الالي مدير الفني الجديد للنادي الالي سوارس والمناسبة قبل ما اكلمكم مهاردة عشان الحاجات دي بتفري معايا برضو هي حاجات شكلية بس مهمة عشان نعرف مين اللي جاي مصر ومين اللي هنقض معايا هو اسمه سوارس بسين يعني بالاس اخر اسمه بالاس مش بالزاد مش زي لوي سوارز لوي سوارز طبعا انتوا عارفينه كان بلعب في برشونة ما اسموش سوارش هو سوارس هو اسمه كده مش عشان برضو انا بفتي او انا مدرس لغة انا دخلت زي كل الناس خش عجوة ترانسليت اشوف كده اسمه بالبرتغال ينطق ازاي فلقيته لوي سوارس عشان كل الحاجات الصحفية كلها من اجتهد عشان نعرف اسم الرجل عشان نوصله صح فلولقيتها سوارز ده غلط لو لقيتها سوارش ده غلط هي سوارس بس نرجع بقى او تعالوا اقولكو تفاصيل عن هذا المدرب اللي اعتقد اللي اعتقد لو نادي الاهلي اعتم معايا رسميا التعاقد هتكون حاجة عظيمة جدا وطبعا مفيش مدرب ضامن النجاح الا لما يشتغل ريكارتو سوارس المدرب المحتمل اللي النادي الاهلي هو برتغالي عنده 47 سنة طريقة اللعب المفضل 4-3-3 وعنده تنوع في طرق اللاب وابقى احكي لكم في هذا النمر لم يكن لعبا مميزا حيث كانت غالبية مشاركاته مع فرق الدرجات الادنى في البرتغال وشارك فيه 232 مباراة سجل فيهم 28 هدف بدأ مسيرته التدريبية مبكرا وهو في سن 30 تولى تدريب فرق الدرجات الادنى في البرتغال والبداية كانت مع كاكودوريس الذي ظل فيه قيادته لعامين ثم انتقل لفريق توركا تنسي ومنه الى تجارب اخرى سبق لريكارتو عن قادة فريق تسبورتيفو افز الذي لعب له كهرباء قبل انضمامه لنادي الالحي سقاضه في الفترة من يوليو الى اكتوبر 2017 تجربته الابرس في مسيرته التدريبية هذه الحالية مع فريق جيل فيسينتي الذي تولى تدريبه بداية من نوفمبر 2020 وبعقد يستمر حتى يونيو 2023 في شرط جازية فأعود على الفكرة وأعتقد ودى النادي الاهلي لا يستغل شرط جازية قليل نجح ريكاردو سوارس في قياف فيسينتي لاحتلال المركز الخامس بالدول البرتغال الاول مرة في تاريخ النادي والتأهل به لبطول الدولي المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل خلال الموسم المنتهي فاز ريكاردو بلقب مدرب الشهر في الدولي البرتغالي لمرتين في الموسم الأخير مع بيسينتي لعب 34 مباراة فاز في 13 وتعادل في 12 وخسر 9 مواجهات وجمع 51 نقطة سجل رقب باسمه في الدولي البرتغالي مع بيسينتي في الموسم المنقضي بتحقيق 12 مباراة متتالية دون خسارة في مجمل مشواره الاحترافي قادة 190 مباراة حقق الفوز في 69 وتعادل في 55 وخسر 66 لقاء لم يصبق له تدريب أي فريق خارج البرتغال ولم يحقق أي بطولة وأقصى إنجازات وهي المركز الخامس مع بيسينتي طيب ده مدرب كبير ده مدرب مش كبير في التاريخ كبير في التفاصيل اللي من جوه نهار ده أنا بقرأ على المدرب ده لقيت مثلا إنه أكتر مدرب عنده نسبة استحواز يعني بيقدر فريقه يبقى عنده نسبة استحواز في الدولة البرتغالي بعد التلاتة الكبار اللي هم مين بين فيكا وبورتو هو أكتر فريق بيكسب الاستحواز بيحب الكرة الهجومية بيلعب كرة هجومية عنده كرة ممتعة عنده شخصية قوية دي الحاجات اللي اتقارت النهار ده عنه وشفناها وعرفناها عنه هتقول لي أنت بتقول لي مدرب كبير وهينجح مع النهار دي الله وأعلم أنا بقول لك إحساسي إنه يعني إيه مبشر خليلا نبقى الألفاظ واضح مبشر عشان وارد إنه ينجح وارد لا وارد إنه ينجح ووارد لا كل حاجة ممكنة سوارس هيكون موجود في مباراة الأهلي وسموحها اللي جاية هيشاهد المباراة من الملعب هياخد 220 ألف دولار هو وجهازه المعاون اللي هو مبدئين كده مدرب أحمال وأيضا واحد من محلل الأداء وهيبقى معاه سامي أمسان وهيبقى معاه كابتن سال عبد الحفيز ده مبدئيا ده مبدئيا تشكيل الجهاز الفني معاه بس لسه هو اللي هيختار وحتى كابتن سامي أمسان نسبة بقاه مع النادي الأهلي هي 50-50 رغبة النادي الأهلي بقاه كابتن سامي أمسان عشان أبقى واضح لسه هنشوف المدرب لسه هنشوف المدرب لسه هنشوف المدرب لسه هنشوف المدرب الفني هيقعد مع كابتن سامي أمسان هيشوف إذا كان هو أصلا مع حد عايز يشتغل معاه ولا لأ كلها تفاصيل مهم اللي اشتغل في القصة دي كابتن سايا وحفيز وكابتن أمير توفيق مع كابتن حسام غيري وإدارة الكرة في النادي الأهلي عشان يتفاوضوا مع الراجل اللي هياخد زي ما تقول لكم 220 ألف دولار شهريا هو وجهازه المعاون دي التفاصيل حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة ربما الأيام اللي جاية بالمناسبة المهانس يسي المنصور كمان كان من الأشخاص اللي هو رئيش شركة كرة القدم من الأشخاص اللي كانوا بيتفاوضوا مع هذا المدرب عرفنا كمان إن النادي الأهلي خاد رأي من والجوزية في هذا المدرب والراجل زكاه وقال إنه مدرب جاي ومدرب كويس ويفيد النادي الأهلي عشان عنده شخصية قوية وشخصية تضيق بالنادي الأهلي وله طموح كبير جدا الفترة اللي جاية وي اتقال للناس في النادي الأهلي وهم بيسألوا عليه إنه ده بالنسبة للجمهين البرتغالية واحد من أهم الأسماء اللي بيولوا عليها جاية في التدريب في البرتغال يعني بيولوا عليه اسم كبير هم ما بتعاملوش معاه إنه هو مجرد مدرب ناشئ أو لسه ما عملش حاجة وم بتعاملوا معاه إنه هو مدرب بيخوف أو بيقلق الفرق الكبير ده بالنسبة لي المدرب سوارس المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي بنقولي المحتمل حتى يزل اللعظة إلى أن يأتي إلى الكاهرة ويقود المباراة الأولى هذه هي الصيغة الرسمية اللي ممكن نتحدث بها ناحية تانية منتخب كلام كبير جدا أو كلام كثير جدا عن باولو سوزا إنه يجي يدرب منتخب مصر الفتر جاي مين باولو سوزا؟ تعالوا أقول لكم مين باولو سوزا؟ وهو برضو أيضا مدرب برتغالي على فكه هو كان لعب كبير بالمناسبة يعني قبل ما يبقى مدرب كبير برتغالي عند 51 سنة طريقة اللعب المعتادة والأغلب 4-2-3-1 لعباولو سوزا في عدة أنداء عريقهم مثل بنفيكا سبورتينيشبونا يوفينتوس بروسيا دورتموند انتر بارما بانسينايكوس وإسبانيول بدأ مسيرته التدريبية في عمر 38 كمدارم مساعد المنتخب البرتغالي خلال الفترة من 1 يوليو 2008 حتى 18 نوفمبر 2008 انتقل بعد ذلك للتدريب في إنجلترا بأنداءة كوينز بارغرينجارز وسوانزي سيتي وليستر سيتي ثم نادي في هرفار الماجري بازل السويسي وفرونتينا الإيطالي وتيانجين الصيني وبردو الفرنسي ومنتخب بولندا مع ليفاندوفيسك طبعا وأخيرا فريق فلمينجو البرازيلي خلال فترة من 29 ديسمبر 2021 حتى 10 يونيو 2022 وبلا نادي حاليا لم يدرب محمد صلاح في بازل أو فيرونتينا الإيطالي إذ جاء بعد رحيل محمد صلاح لرومة وجه رسالة الجماهير فيرونتينا قبل مواجهة رومة بخصوص صلاح بحسب تقرير الصحفية إيطالية كالتالي إن الجماهير عليها التعامل مع صلاح بلا مبالاة وتجاهله بدلا من السخرية منه مدرب ده برضو مدرب كبير أوش مدرب كبير عندي كده حب وطعاطف دائم مع المديرين الفنين البرتغاليين أنا بحب منول جوزي جدا أحب جوزوالدو بيريرا جدا أحب كالوس كيروش جدا في مدربين كده بحب شخصيتهم قبل طريقة لعبهم بحب تأثيرهم مع الفرق اللي بيشتغلوا معهم أو مع اللعبين اللي بيشتغلوا معهم حتى على الأمور الفردية قبل الجماعية في مدربين برتغاليين كتير جم نجاح في مصر فيه برضو مدربين برتغاليين لم يوفقوا في مصر يعني يعني ما كملوش وما أنجسوش كتير بس إحنا عندنا قصص نجاح حلوة مع المديرين الفنيين البرتغاليين النهاردة في الدوري الممتاز المصري فاز على مصر المقصة اتنين السفر ومصر المقصة خلاص روايدا روايدا نحو الهبوط الاتراري سجل الهدفين جريندو في ديئة 12 وإلياس الجلاصي في ديئة 26 من رقلة جزاء فوز ده رفع رصيد المصري للمركز 11 برصيد 26 نقطة من 23 مباراة ومصر المقصة في المركز 17 برصيد 14 نقطة من 23 مباراة يعاني مصر المصري من أكثر الاندية لزروفها صعبة جدا هذا المصري طيب ضرب الجزاء اللي وقت حالكم الشطاء الياس جلاصي وأكدت فوز المصري بمباراة اليوم والمصري برضو روايدا روايدا يعود للأداء الجيد مع الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن بعد رحيل معين الشعبيني وين كنت وين كنت يعني بشوف المعين الشعبيني نفسه كان ماشي بشكل كويس مع مصري بس كابتن حسن إبراهيم طبعا طبعا حاجة عظمة جدا وحاجة كبيرة جدا كالوس كيروش مش قادر يسكت مش قادر يسيب 25 ألف دولار قيمة الغرامة لاتحاد الكرة خصمها من مستحقات مش قادر حاسس منه حقه عارف انت كده لم يبقى حقك جنيه حتى لو الجنيه ده ما يفرقش معاك بس بتقوله حقي هو يتكلم كتير النهاردة في هذا الأمر تعالوا نشوف قال إيه نصا كالوس كيروش في رسالة نشرت أو نشرها كافة المواقع والصحفيين النهاردة أشبه بالبيان كالوس كيروش قال أسك في اللواء حلمي مشهور عدو اتحاد الكرة ليصلح مع حدث لي وسيظهر الحقيقة هؤلاء المتواجدون في اتحاد الكرة اتخذوا قرارا غير عادل بخصوص مستحقاتي وأسك أن اللواء مشهور سينتقد ذلك القرار عشان لواء حلمي مشهور كان معي في كاسب العام الأفريقية وقتها أرسلنا ما يفيد صحة كلامنا ومنها إرسال الفيديوهات المصورة تدل على التكدس المروري الذي واجهناه شهدتي نشرتها بأدلة تؤكد وجود حالة التكدس المروري إلى جانب رفض قوات الأمن خروجنا من الموكب الأمن طيب تعالوا نشوف الأول الفيديوهات بقى كده أكمل مع حضراتكم ما قالوا كالوس كيروش تعالوا نشوف الفيديوهات الفيديوهات معنا هي والصور اللي هو كان بيتكلم عنها النهاردة كيروش في التكدس الأمن اللي خليه ما يروحش المؤتمر الصحفي وغرم من الكفوة وقتها هقولكو في الموضوع الغرامة دا وليه رأيي فيه الموضوع صعب الموضوع صعب بس لما نكمل الحكاية صعب بتفاصيل كثيرة ألوم على اتحاد الكرة كثيراً في أشياء كثيرة في هذا الأمر ولكن أيضاً هتطلقهم العزر بعض الشيء لأمور قانونية خليهم ما يداروش يدفعوا الغرامة دي بس نتكلم بعد يعني أب حسب فهمنا دي الفيديوهات طيب تعالى أكمل مع حضراتكم ما قاله كارلوس كيروش قال إصرار مسؤول الأمن على أن نتوجه جميعاً إلى مقر الإقامة لتوصيل اللاعبين ثم نتوجه مرة أخرى إلى مقر المؤتمر استغرق الأمر 75 بقيقة الاتصالات التي أجريتها أجريتها مع الزملاء المسؤولين عن تنظيم المؤتمر أخبروني أنهم يستطيعون تأجيل المؤتمر حتى الساعة السادسة مساء ولا يستطيعون مد الوقت لأكثر من ذلك كان هناك استحالة للحاق بالموعد الجديد لأن الموكب وحافلة الفريق وصلت للفندق في تمام الساعة السادسة ده توضيح كالوس كيروش أنا أقول لك بقى رأي في القصة دي لا إحياً أو قانونياً اتحاد الكرة هيتطلع على الفلوس دي بقاني بند هي غرامة على كالوس كيروش وما قدرش اتحاد الكرة يصرف على كالوس كيروش حتى لا يسأل قانوناً اتحاد الكرة المصري في هذا الأمر طلعت الفلوس دي على أساسية بس أكيد أكيد كان فيه صيغة ممكن تتحل بيه المشكلة اللي هو مثلاً نكلم الراجل نفهمه إن الوضع عندنا هي دي الأزمة فيه بشكل واضح جداً إن احنا ممكن نكون متقبلين فعلاً رأيك وإن أنت عندك حق بس إحنا مش هنقدر ندفع لك المبلغ ده طب إحنا هنحاول نسوي أمورنا ونشوف إمكانية خروج المبلغ ده بشكل قانوني يعني نتكلم بس ليه يا جماعة في رأيي يعني ليه عشان التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتاهم زي نقوله السمعة الكروية اللي هو ما ينفعش حد مثلاً يجي درب منتخن مصر جماعة منتكن عندكم مشكلة مع كالوس كيروش في موضوع المستحيات والفلوس فهتبدأ تشرح له هتشرح للجديد اللي هيشك اللي هيقلق هتشرح له إنت إيه اللي حصل لك إنت ما تحكيتش على الراجل وانصبت عليه مثلاً بس هتبدأ تشرح له طب ما بدأ ما تشرح للجديد ما تشرح للقديم وتخلصنا من الدوشة دي اشرحوا يا جماعة تكلموا مع الراجل ما هو أكيد أصلاً هتقول لي مثلاً إن كالوس كيروش دي شخصيته هو عايز يحطنا في حرج وبتاع ما هو ما عملش كده مع اللي قابلنا واللي قابلنا واللي قابلنا ما سمعنا لهش ده وش قابلي كده في موضوع الفلوس فهي تفاصيل صغيرة خاصةً إن إحنا دفعنا له كل فلوس ليه أكتر بكتير جداً من 25 ألف دلار أكتر بكتير فلو حقه نبلغه إن إحنا غصباً عننا مش عارفين الأمور كوناياً نصرفهم لك دلوقتي نحاول نصرفهم لك بعد كين ونشوف الطريقة لو مش حقه نشرح له برضو إنه مش حقه واحد اثنين تلاتة أربعة بدلاً ما إحنا عمانين نخبط في بعض في الإعلام يعني اتحاد الكرة يرد على كلوس كيروش في الإعلام كلوس كيروش يرد على اتحاد الكرة في الإعلام تبقى نتكلم مع بعض في التليفون نبعت لبعض إيميليات وتبقى الأمور سهلة وواضحة وتبقى بسيطة يعني خاصة يا حي مش منتكلم 300 ألف يورو نص مليون يورو لنا الرجل اللي عندنا رقم 25 ألف يعني مش بقول إنهما يا رقم من الميهم كده بس لو حقه ياخدهم لو مش حقه نشرح له إنهما مش حقه بس بكل بساطة يعني عشان بس الدوشة دي مزعجة عرفاضي مزعجة عرفاضي ممكن زي ما قلت لكم منتحد القرى يبقى إيدهم متكتفة لأمور قوناية ما يقدرش يصرف الفلوس ممكن وارد بس تشوفوا بقى شوفوا يا إما تشوف لها مخرج قانوني إنك تقدر تصرف الكلام دوت بأمور قوناية صحيحة يا إما تشرح للراجل إن انت مش عرف تتفعون له لهذا السبب بكل وضوح وسؤول طيب تعالوا نروح لي أخبارنا النهاردة بس قبل ما نروح لي أخبارنا بما إن النهاردة الحكم الروماني قدّى مباراة قدّى مباراة كويسة في مباراة الأهل والبرامنز ولكن كان في بعض القرارات اللي أثارت بعض الجدل فناخد كالعادة كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشا يولون رأيه فيه طاقم تحكيم اليوم والحالات التحكمية اللي ربما تكون مسيرة بعض الشيء للجر كابتن جهاد صباح الخير حضرتك مشرف ومنور كالعادة صباح الخير كريم عليك وعلى كل مشاهدينك إيه رأيك الأول بشكل عام في طاقم تحكيم مباراة اليوم نحن نحضة الطعم التحكيم التاني يجي في التنادي في مصر لا أنا شاف الطعم النهضة أقال كثير من طعم التحكيم اللي كان معنا المرة اللي فات بالأزبان المرة اللي فاتت وهو ينعمل عندنا حالتين بس أن نختلف معاه فيه لكن بكلام عن مستوى العام لا النهضة الحكم مش مكنع زي الحكم الأزبان اللي فات كان حكم أزباني على عالم مستوى رجل ولو أنه كان من خبرات أقال بكثير النهضة رجل بطعمه راح كاسع علم هو كان مكانش أساسي راح كاسع علم وكان راح مكان حاتي كان الروماني جاله أزمة ألبية بتدريب من 4-5 شهور وبالتالي اتخل مكانه وده كان رقم 2 في رومانيا وراح كاسع علم الحكم بتاع النهاردة ده ما كانت شهيره أحكاس العالم بس الحكم اللي قمليه في رومانيا جات له أزمة ألبية فهو ده راح مكانه ده راح مكانه في نفس الطاوم بتاعه وخد المساعدين بتوعه وراح كاسع علم لعب ماتش واحد في أم أوروبا اللي فاتت وهو الراجل بقاله فترة موقوف في الدوري الروماني كان أخطاء والشكوا منه فترة كبيرة فالنهاردة الأداء بتاعه ده انعكاس للي حصل معاه في الفترة اللي فاتت وهو راجل أي نعم راح كاسع علم بس النهاردة أنا شايفه غير مردي كلمة كريم في أفضل اثنين مهمين في المبارد النهاردة فقاف عليهم في دياز ترستين راكل جزاء صحيحة لم تحتسب لبيرميل الكورة بالضبط بيعابها مرواب العرض اللي نجح في لعب الكورة اللي نجح في لعب الكورة هو مهاجم بيرميدز ومحمد هاني عمل قفز على الخصم وبالتالي كان راجل جزاء سهلة لم تحتسب وللأسف الفار المجري الموجود وعزي برضو أؤكد ان الفار المجري الموجود هو مش موجود في قيمة حكام الفار في الدولية وبالتالي احنا المجر مش في حكم دولي فار طبعاً لما نيجي مرشك كبير زي ده فنجي نحكم دولي فار لما عندنا حكام دوليين في مصر فار فلما يجينا من بره حكم أجنابي بعملة صعبة فهم يجينا برضو يجينا حكم أجنابي فار دولي وده مش موجود الراجل اللي موجود ده درجة أولى فار مع رخصة الفار آه بس مش حكم دولي فار في المجر طبعاً لما تدخلش في اللعبة اللعبة سهرة جداً يا كابتن جهاد معلش هنكمل اللعبة بس السيدة اللواتي بتقولي حاجات بتفاجئني بتدايقني يعني دلوقتي احنا ما خلناش حكم فار دولي في مصر هو اللي يبقى موجود في غرفة الفار عشان نجيب واحد أجنابي فجيبنا واحد أجنابي مش دولي طب منجيب واحد من أجنابي ليه؟ احنا مش جايبين واحد دولي للأسف يعني أنا بقول لك الاختيار طبعاً المجر ما بيش فيها حكم دولي فار خالص احنا ما نجيبش أجنابي وخلاص يعني مش أي وقت لا المظهر يجينا يجينا على مستوى على العالم فقامنا نستفيد منه الرجل بموجود يضيف المباراة وبالتالي نهرى بقول لك رجل جزاء سهلة ما تدخلش فيها كان لازم يتدخل فيها أي حكم برضو مصر كان تدخل فيها واحتفظ رجل جزاء صحيح الحاجة الثانية برضو في الدهائي 94 وارضو حكم الساحة موجود وحكم البار موجود واحتفظ رجل جزاء غير صحيحة لبريمز النهاردة في الدهائي 94 ما فيش دافع موجود من اللعب النادي الاهلي ما فيش أي تلامس بالرجل تحت عبدالله سعيد مجرد يحس التلامس بسيط في التظاهر والتلامس ده لا يرقى لدفع ولا ماسك ولا خطأ من المدفع النادي الاهلي الرجل بيسكت ويحتف رجل جزاء حتى لو حكم أخطأ في الملعب كان مفرد حكم البار اللي تتكلم عنه ده يقال تدخل ويقوله اللي أعبت على شوفه في شفاء راكل جزاء وبالتالي خطأين كبار في مباراة كبيرة زي ديات طبعاً هم نجيب الأجنابي عشان اللي حقوقه مقصدين يتفرجوا عليه ويتعلموا منه لكن النهاردة كانت تحكيم بالخطأين الكبار ده اللي يا كريم كان خير مرضي كابتن الكبير كابتن جهاد جريشا أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المدخلة القائمة كالعادة طيب عايز أقول لكم النهاردة شركة تسكارتي عملت لقطة حلوة لقطة حلوة قوي قوي يعني بصراحة لقطة ناس كبيرة ناس محترمة ناس بتقدر النهاردة شركة تسكارتي أعلن التعيين مؤمن زكريا مستشاراً للشؤون الرياضية صور وفيديوهات لمؤمن زكريا وداخل الشركة والاستقبال الجيد ليه والاستقبال الرائع ليه والتأدير الكبير ليه مواقف محترم وقولك حاجة بصراحة أنا بحب المواقف اللي هي بتتخذ من النفس يعني دي بقى ليه أنا بشيت بالمواقف ده قوي وفرد فيك كلام عشان تخذته من نفسك في مواقف كده بعض الناس بيعملوا لما تلاقي مثلا حد يقول إيه أجماعة أنتوا تسألوش ليه على مؤمن زكريا المواقف ده العظيم ده قابلوا المواقف بتاع صلاح لما كان بيحتفل مع فريق ليفربول في قط اللبس مؤمن زكريا ووسط لعيب ليفربول في مواقف كده اللي هي بتبقى مفاجأة بتبقى حلوة مش متوقعة مش متوقعة خالص فالمشهد عظيم النهاردة شركة تسكرتي رحبت بيه مؤمن زكريا كمستشار رياضي للشركة نجم النادي الأهلي أثنى على دور تسكرتي الرائد دورها البارس في المجال الرياضي في السنوات الأخيرة بعثتنا العظيمة في دورة ألعاب البحر المتوسط بسم الله الرحمن الرحيم كده الدورة اللي بتلاقي في الجزائر خمس مدليات للبعثة خمس مدليات للبعثة كلهم كانوا في الكاراتية تلاتة فضة واثنين برونز في منافسات يوم الأحد من بطولة ألعاب البحر المتوسط المدليات كانت تالي ريام أحمد خدت فضية الكاراتية وزن خمسين كيلو جرام أحلام يوسف خدت فضية الكاراتية وزن تحت خمسة وخمسين كيلو جرام عبدالله محمود أو ممدوح خد فضية الكاراتية وزن تحت خمسة وسبعين كيلو جرام وعمرة على أورا خد برونزية الكاراتية وزن ستين كيلو جرام وأحمد أيمن لطفي خد برونزية الكاراتية وزن تحت ستة وسبعين كيلو جرام كده مصر احتلت المركز الخامس في جدول ترتيب الدول من حيث المدليات الجزائر تتصدر به أربعة دهب وواحد فضح حتى هذه اللعظة حلو الكلام حلو الأبطال حلو الأبطال حاجات تفرح حاجات تسعد حاجات تبسط وده اللي احنا دايما بنقوله ودايما نبقى فرحنين به طيب تعال نروح ليه أخبار نادي الزمالك طريق حامد بيرسل تقرير عن حالته لجهاز الطبي به نادي الزمالك طريق حامد بعت الفحوصات الطبية الجهاز الطبي بيشوف هذه الفحوصات حتى هذه اللحظة لا أحد من إدارة نادي الزمالك أو من جهاز فان يتواصل سوى الجهاز الطبي مع طريق حامد لحين التأكد من سبب غيابه خلال هذه الفترة عن الفريق محنش بتكلم معاه لأول بس تثبت لنا أن انت كنت غايب لسبب واضح وصريح وهو الإصابة وبعد كده نتكلم ونشوف هل كان فيه بجد غياب بسبب إصابة ولا كان غياب لأي سبب آخر تمام ان شاء الله الأمور تتحسب بالنادي الزمالك طريق حامد لعب كبير وإدى النادي الزمالك الكثير والزمالك أكيد اداله أكتر جهاز الطبي بنادي الزمالك بيبلغ إدارة النادي بإصابة أبو جبل إصابة أبو جبل عبارة عن مزء في العضلات وتقرير الجهاز الطبي قال أنه إصابة اللاعب بمزء كان من قبل انضمامه لسفوف منتخب مصر اللاعب كان بيشارك بشكل طبيعي ماشي 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 فريرة قعد مع عزيزو وأشرف بن شارك في تدريبات نادي الزمالك قال لهم إيه؟ قال لهم الفترة اللي فاتت أنتوا ماشيين كويس مفيش خلاف بس التامنات الخاطئة كانت كتير الضغط على تفاعل خصم مش كبير فيه أمور لازم تتحسنوا فيها عشان تاخدوا أو تحافظوا على أماكنكم الأساسية في الفريق من الآخر كده بين السطور أنا بقعد معاك ونبئكوا على الأخطاء الفنية القليلة زيزو لعب كبير بن شارك لعب كبير بس بشولكوا على الأخطاء الفنية أشدوا شوفتوا دلوقتي القيبة الصغيرة جاهزة تنزل وتشارك لو أنت في الأول حاسس أنك مكانك محفوظ دلوقتي مبقاش محفوظ رجمكمتك الكبير هذا شيء زكي من فريرة كالعيد طيب حازم وعبدالغني ومحمود علاء فرصهم صعبة أنهم يلحقوا بمبارات الزمالك قدام سيراميكا كيلوباترا بسبب الإصابة حيبقوا خارج المباراة اللي جاية تدريبات شهدت أن التلاتة مفيش تمرينات في الملعب كانوا بيتدربوا بس في الجيم أحمد فتوح كمان وحمزة المسلوسي لسه ما تأكدش مشاركاتهم في مبارات سيراميكا هيخضعوا الاختبار طبي وبعد كده الجهاز الفني هيشوف هل هم جاهزين للمشاركة في المباراة بريرة سياستو أنه اللعب اللي ما يشاركش في آخر تمرينة للفريق قبل المباراة ما يبقاش فيه قائمة المباراة عشان كده ممكن يبقى فيه صعوبة في لحقهم بالمباراة لسه مكملين مع حضراتكم هيكون معايا إن شاء الله بعد الفاصل الكابتن الكبير كابتن أحمد أيوب المدرب العام الأسبق للنادي الأهلي وأيضا لبيرامدز وأكيد منتخب مصر هيكون معايا نتكلم معا عن مباراة اليوم وأمور أخرى كثيرة خليكم معايا يا لب حضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة كابتننا الكبير كابتن أحمد أيوب المدرب العام الأسبق للنادي الأهلي وأيضا بيرامدز ومنتخب مصر الأول كابتن أحمد مشرف ومنور كالعيز مشرف عليك ومبسوط دائما أني موجود معاك حبيب شرف كميلة تكيد الأهلي والبيرامدز في الائتين عدت عليهم أهلي والبيرامدز المعارضة المباراة رأي كيف المباراة بالشكل العام؟ يعني طبعا المباراة في رأي من حيث الجوانب الفنية كمباراة وراه متوسطة المستوى النهاردة الأهلي متوسطة دي بمنطق التجميل عشان ما نقولش إنها قليلة يعني بمنطق الأهداف كل فريق في المباراة وهو كل مدرب كان بيتعامل إزاي مع المباراة والإصارة اللي كانت موجودة في المباراة أو أنا بتفرج على المباراة يعني بتشد ما بتشدش بساعات ساعات 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 صح يعني إنما المباراة كانت ممطية بشكل كبير في معظم أوقاتها ما حسيتش إنها كمان مباراة كاس حاس إنها مباراة في الدوري يعني أيها الأهلي المنظم المنضبط نقدر نقول إنه بتنظيمه وانضباطه وأهدافه الوضحة خلال المباراة كسب بيرامدز الفريق الكبير في الإسم فاقد الشخصية والهوية والأهداف النهاردة ده ممكن يكون عنوان للمباراة هايا للخلاصة آه يعني نقدر نقول الأهلي صاحب الخبرات الوضحة كسب بيرامد صاحب الخبرات الغير وضحة لإن بيرامدز يمتلك لعيبة عندها خبرات وكسب البطولات ولكن ده ما كانش مترجم في المباراة الأهلي عنده لعيبة كتير عندها خبرات وبرده عنده لعيبة كتير ما عندهش خبرات في المعلقة بالنهاردة ولكن تحس لي منظومة الخبرات كلها كانت رجبة على بعض الأهلي لعب بتحفظ احترم بيرامدز بشكل كبير طريقة اللعب النهاردة كانت سبتة ووضحة من بداية المباراة ولكن الجميل في المباراة النهاردة كابتن سامي يمكن نظم ضغط النادي الأهلي النهاردة شوية وعمل أريحية للفريق ولجماعية الفريق ريحته في الجانب الدفاع شفنا مباراة الزمالك النادي الأهلي نازل من أول دقيقة ضغط الـ 45 دقيقة طول المباراة أثرت معاه شهودة تانية النهاردة النادي الأهلي ضغط في أول هجمة وبعد كده بقى يضغط في القرات السابتة فقط عشان يحرم بيرامدز من أنه يطلع بالكورة غير كده كان النادي الأهلي برتد بيلعب في أوقات كتير 4-5-1 في نهاية المباراة كان فيه 6-3-1 حرم بيرامدز من الاختراك من أنه يعمل حاجة بيرامدز كان فرحان بالاستحواز فرحان أنه بنقل كورة بشكل جيد ولكن دون فاعلية يمكن هجمات وليلة جدا جدا الشوط الأولاني الشوط التانية للأهلي كان أخطر رغم الاستحواز بيرامدز والكورة في رجل بيرامدز لكن الكورة كانت نابد أهلي شوط تانية يمكن ما تفكرش أن البرامدز تقريبا كورة مؤثرة جدا زي كورية فخر دين بيوسف الوحيدة الشوط تانية كانت خطأ في الباص تلعبت مرة واحدة فخر دين يوسف الطبيعي أنه كفيرود ولعيب كبير يدوس على الكورة ويحطها تحت رجلية ويكمل ألعابها مرة واحدة المبارد ديتني انتباهه في فريق بيرامدز النهاردة فاقد اللاقة البدنية واضح في التركيز واضح على شيء بتاع اللعيبة نفسه يعني مفاقد اللاقة البدنية يعني اللعيبة مش جاهزة بدنية بس بيرامدز مش مرهق يعني على مستوى المباراة لا أنا بوضح لا هو مش مرهق ولكن جاهزة لعبته لا مش كويسين طبعا واضح في التركيز أول حاجة بالبامة في لعيب التركيز كم البساطة الطويلة الغير متقنة كم البساطة اللي مش في وقتها كم البطء في التمرير البطء في التحرك وكل ده بيديه مؤشر اللعيب مش جاهز طيب أنا عايز للحركة السؤال وحنرجع للأمور الفنية حركة اشتغلت ببرامد فاهم التفاصيل واحد من أهم الفرق اللي في مصر اللي عملت حالة كده خليتنا نشوف فريق تالت مع الأهلي والزمالك بيعمل منافسة والنهاردة تحب تشوف مباراة أهلي والبرامد زي قبل ما تبدأ تعب تشوف مباراة برامد زي بشكل عام عشان الأسماء الكبيرة اللي موجودة في الفريق بس حتى هذه اللحظة هم نتكلم في 3 أو 4 سنين برامد زي حتى هذه اللحظة هو حدول الوقت احنا متوسمين فيه خير انه ينافس على بطولة أو ياخد بطولة ما بيحصلش النهاردة ممكن تبعد في الدورة بس قريب جدا من الكاس ففرصتك يعني أنا غير من حافظ الأهلي دايما انه ياخد كل البطولات بس أنا أفهم ان برامدز دي بقى فرصة انا قريب جدا من الكاس هيكسب الاهل النهاردة ممكن اتخطى بترجد الفرق الامكانيات هبقى في النهائي ممكن نكسب كاس. تمام. ايه مشكلة ببيراميدز? دائما اللغز. دائما علام استفهام. انت النهاردة لو انت بتفرج على بيراميدز. حسيت ان الفرقة او المدرب بيلعبه موراة في كاس مصر? لا ولا رد فعل كمان بعد الهدف. ولا رد فعل. حماس وروح. حتى يعني هو رد الفعل بعد الهدف اللي جابه بيراميدز. انا حسيت ان خلق. بس الموراكة تخرص. الحكم كده كده هيصفر. غير كده بيراميدز مش موجود مش موجود شخصية في المباراة تقول ان انا عاوز اكسب. صحيح. ان انا مغلوب واحد. والمباراة دي انا مش بثلاث نقط انا بقى هخسر فهخرج من مش هكمل. انا حسيت ان دي مباراة في الدور العام. وبتبقى لعب بقى رياحية كبيرة جدا وما فيش مشكلة. والخسارة مقبولة. انا يهميني الاستحواز ويهمين الاداء. وما حسيت ان الفرقة عندها العزيمة والاصرار والرغبة القوية في انها تتخطى النادي الاهلي. وكأنه الفريق مكنش متأخر بهدف. وكأن الفريق بيلعب من اول ديئة لاخر ديئة بنفس النمطية بنفس الرتم بنفس الوضوح بنفس وضوح اللعب. يعني. حلوة الجملة دي يا كابتنا احمد واضح. وضوح اللعب اللي اكل حاجة باينة. اه ان انا يعني النادي الاهلي متراجع وانا بستحوز عبدالله سعيد هو الوحيد اللي بنزل عشان يحل اللغز. عبدالله سعيد على قد ما بيقدر بيحاول ولكن الكرة غير عبدالله سعيد بتروح بتتقطع. في لخبطة في الحتة اللي قدام كبيرة جدا جدا جدا. انا لما يكون عندي لعبة بشخصيات معروف خطورتها زي رمضان صبح. شخصيتها ومعروف خطورته في الحتة الشمال. انا طول الوقت لما لعبوا في العمق او بلعبوا ناحية اليمين. خسران. اصلا يعني. خسران لعب مهم. فانا خسران لعب مهم. خسران جبهة مهمة. واحد زي فخر الدين بنوسف. انا بدي بقي ناحية اليمين. ولعب فترات طويلة ناحية اليمين. طب. رغم ان الواضح ان الولاد الصغير وسامي مركز على الحتة دي وقافل في الحتة تيما هيجمش وحاطت كوكا في الحتة دي. فقافل الجبهة دي. انت كبان مش قادر توصل من الاجناب. اسلام عيسى خطورته برضو على الطرف. انا مصمم من ان انا لعبوا في العمق. ان البرامز النهاردة بيلعب من غير خط من غير هجوم. فانا انا هوصل ازاي للمرمى. نفس الوقت النادي القلي متكتل وقافل المساحات. انا شايف ان مشكلة تغيير الادارات الفنية بشكل كبير. الفرق دي لما تتكون بالقدرات المادية دي. لازم عندي هدف طويل المدى. واصبر عليه. واشتغل عليه. انما ما ينفعش اجيب مدرب كل شوية. وقدر فنية كل شوية. واتعامل معها بالقطعة. وبالمباراة. وبالموسم. والنص موسم. انا فرقة تكونت. وعندي اهداف كبيرة. وبتطلع ان انا اخذ بطولات. وبجيب اللعيبة اللي كذبانا بطولات قبل كده. خلاص انا انا هقول انها بعد سنتين هكسب بطولة. واشتغل على الشق ده. انما اللي بيحصل اعتقد اه صعب جدا. سؤال فني جدا. تكوين فريق هو تكوين سليم. يعني انت لو بتكون فريق كلاعبين. تمام. هللوقتي المشاهد او المشجع يقولك اه طبعا عندهم اعظم لعيبة واقبل لعيبة واقصر لعيبة عندها خبرات. تمام. بس التكوين نفسه الكيميستري. الاسماء الكبيرة اللي عندها خبرات والاسماء الصغيرة والاسماء اللي عندها حافز انها تكسى. هل التكوين بتاع الفرق سليم؟ اكيد في جزء بالسليم. لان مش طول الوقت انا بجيب في كل المراكز عناصر عندها خبرات وعندها وكلهم صف اول. وفي نفس الوقت هو عنده تشبع. يعني عنده تشبع من البطولات وعنده تشبع مادي. صحيح. فالرغبة اللي انا اخلق هاله اخلق هاله ازاي. صحيح. انا كإدارة. خاصة ان مفيش جمهور كمان. خاصة ان مفيش جمهور. يعني مفيش يعني يمكن الجمهور هو العامل الضغط الاساسي للعيب. صحيح. لما تكون المنظومة والتشبع المادي والتشبع من البطولات ده موجود. هل الإدارة قادرة تخلق طموح جديد للعيبة دي. حوافز. تخلق حوافز جديد للعيبة دي. هل اللعيبة نفسها عندها الرغبة والحافز. انه يصنع حاجة في المكان ده ولا لأ. انا ده شايفه مش موجود. يعني على المستوى الشخصي انا شايفه مش موجود. النادي بيرابنز عنده لعيبة كتير جدا. كويسة. ولكن كان لازم تطعيمهم بلعيبة عندها رغبة. عندها روح اكتر. عندها عاوزة تعمل اساس ورصيد يبني عليه الفترة لقدام. صحيح. ده مش موجود. حتى لعيب الافريقي اللي بيجيبوا بيجيبوا من اندية. ولعب برا في اندية. ممكن عنده برضو تشبع وبياخد ارقام كبيرة جدا جدا. فهنا بيجي في مرحلة بالنسبة له متأخرة شوية. هو مهما عمل يعني هياخد ايه او هيعمل ايه. مزبوط. دي مشكلة بيرابنز في الفترة الحالية. لازم عنده لعيبة كويسة ولكن لازم وجود لعيبة صغيرة. لعيبة عندها طموح اكتر من كده. تستفاد من لعيبة الخبرات اللي موجودة بوجودة في الملعب بانها تنقلها في حتة تانية. شريف اكرامي اول ما بيخش في جون تلاقي الناس كلها مسكت في شريف. اقول لك شريف اكرامي هو السوف في جول اول. نهار دا يتحمل خطأ الجول اول عشان هجيلك بعد كده عشين ناوي. اه يعني طبعا انا مش مدرب حراس ولكن انا. لا مدرب. ما انا هكمل اهو هكمل. طبعا طبعا طبعا. اه ولكن اعتقد ان شريف اتحمل جزء كبير جدا من الهدف الاولاني لانه اولا طلوع يعني قريته للكورة كان فيها تأخير. اه تحرك مع الكورة. ومراحش للكورة وبعد عن المرمى وفتح الزاوية البعيد شوية عشان كده الكورة لما تلعبت كان رد فعله يعني مش 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 سريع وكورة كان بعيد عنه. لانه كان فاتح المرمى. سارك الحاجة على شريف اكرامي شريف اكرامي اللي فاتت عمل مباراة كبيرة جدا. لما كان بيشتغل في النادي الاهلي كان بيعمل مباراة كبيرة جدا. طبعا. بس دايما ليه اخطاء. والاخطاء للأسف لحظه السيء او لعدم تأديره او تركيزه ما عرفش الله اعلم. بتجيه في مباراة كبيرة وحاسمة. طبعا. فتبوز كل اللي بيجتهد وبيبعبه. فمعرفش هو ظالم ولا مظلوم. لا هو طبعا شريف يعني يعني مهما تكلمنا هو وجون كبير. طبعا. وحارس كبير. اه. وحقق مع النادي الاهلي. وحقق مع النادي الاهلي بطولات اه. كتير. وحامى عارين النادي الاهلي في اوقات كتير. ولكن زي ما انت بتقول كده. اه. وفي وسط الملعب اللعب لما بيغلط هو لعيب وسط 11 لعيب. صحيح. ولكن غلطة حارس المرمى هو واحد بس يعني بتبقى باينة وكبيرة. خاصة لما بتبقى في مباراة كبيرة. في مباراة كبيرة. وحظ رجيف ان دايما اخطاءه في مباراة كبيرة. فالناس بتشوفها ان حاجة ضخمة وحاجة. ولكن ده طبعا. طبعا. الطبيعي انه ممكن مش ناس كتيرة شافوا مباراة استر. انا شفت مباراة استر. اه. عمل مباراة كبيرة جد. عمل مباراة كبيرة اه. بس خلاص. انت انت شلت الليلة النهاردة. زي زي بالزبط كده اللعيبي اللي بيجيب يعني هدف ببطولة. وممكن ما تكونش هدفل فرقة. بس دايما الناس بتبقى فاكرة يا. لا ده احنا عندنا في مصر اللي بيجيب هدف ببطولة بيبقى أسطورة. هما بيسموه أسطورة على طول. بجيبت جول في مباراة اه. تبقت أسطورة خلاص. فدايما الحاجات اللي بتعلم هي دايما المحطات المهمة. صحيح. نحن ناحية تانية محمد الشناوي. بعد الهدف اللي جي في الآخر او الخطأ اللي حصل في الآخر حتى كابتين جاءت بالمناسبة قال إنه مش ضرب الجزاء عمتها بس أهجون الجيء وفيه خطأ من الشناوي واضح الناس بدأت تقول الشناوي أنت بقى لك فترة مش مركز أنت بقى لك فترة مش أنت الشناوي رأيك إيه في الشناوي الفترة لا الشناوي جول مصر الأول وجول مهم ولكن الخطأ بيجي منين دلوقتي الناد الأهلي بيحاول يبدأ بهجمة من وراء بقدرات اللعيبة اللي بتباصي وبتستحوز هل الشناوي عنده هو من الحراس اللي عندهم القدرات اللي بيبدأ هجمة كويس برجله معظم يعني أعتقد أن الشناوي محتاج يشتغل على الحتة دي شوية لأن الشناوي خلاله ووراء الأخطاء معظمها من الكرات اللي هو بيباصيها برجله مش اللي بلعبها بأيدي أو اللي بيقلق فهنا هنا المشكلة يبقى هو محتاج تمرين أكتر على الحتة دي وترجيز أكتر على الحتة دي وإلا أنه مبدأ هجمة مستعينش بحرس المرمى عارفك كابتن أيوب أنت قلت نواتها في متعل الأهمية فيش خلافة على الاتنين يختلفوا إن الشناوي حارس كميش طبعا بس أجماعة مش عايب برضو إنكم ما بيعرفش يلعب برجله كويس مش عايب ليه منتشاستر سيتي راجل جورديولا غير اتنين حراس مرمى منهم كلاوديو برافور لسه جايبه قالك أنت مش هتلعب معي عشان أنت عرفش تلعب برجلك ولحجاب إدرسون أنا ما بقولش إنه ما بيعرفش يلعب ولكن هو في داخل منظومة بداية الهجمة ممكن يبقى لسه عنده شرط شوية فلازم أشتغل على ده لا يعني قصد في حارس بيلعب برجله طبعا في حارس مميز فيه واحد بيلعب سبع واحد بيلعب ستة واحد بيلعب خمسة المهم أنت ده مش المهارة الأولى لما فوت تبقى عندك فأنا كمدرب لما اشتغل أبقى عارف كده صحيح وأحاول إنه وانا بابدأ هجمة مش لازم يعني إحنا بنشوف في منشي سر سيتي الكرات كلها لازم الجول يبصم عليها طبعا ده بيرقص على الخط تمام كده ده يدرس في ليه كرة بيرقص على خط الجول يبقى مش شرط وأنا بقى 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 الاستحواز حارس المرمن اللي يبدأ أو إن أنا رجع له الكورة لو عان أحاول أبعد عن الكورة عنه بفضل الإمكان ولما يكون مزنوق ما رجعهش هو الكورة لا أبدأ من الباك أو الظهير وتبقى المنظومة كده يعني نهارده بقى عايز أقف كتير عن الكاتل سامق ومصان تمام استلم مهمة صعبة أكيد في ظرف انتقالي صعبة تمام نسبة نجاح على مستوى النتائج تفوق 90% لو اتعاقنا مع مباراة التعادل مع الزمالك إنه كان ممكن يكسبها فردا يعني وهي مباراة كمة يعني 50-50 أنا مش هتفق معيك في 90% دي أصلاً أنت شايف 100% لا أنا شايف 150% لسبب أنا بقول على مستوى النتائج بقى تكون مهمة 100% لو تعاد المباراة هي بقى تساين في المائة لكن على مستوى الزروف اللي حركة هتحكي عنها دي فطبعاً إحنا في الناد الأهلي إنت بتتعامل مع منظومة كبيرة وكيان كبير والله يكون في عون كابتن سامي ودربين كبار وأجانب وبيجوا يتعاملوا بيدخل منظومة دي بصعب التعامل عليها في كل الأجواء الناد الأهلي مش فريق كرة قدم بس الناد الأهلي فرقة ومنظومة وإدارة وإعلامه وملفات كتير أنا كمدير فني بتعامل مع كل ده عشان أصخر في النهاية الشكل اللي بيطلعلي في الملعب تمام؟ عندي إعلامه وعند ضغط وعند ضغط جماعير طول الوقت فأنا سامي استلم تركة كان في توقيت صعب جداً 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 هل هو قاعد ترميم التركة؟ حاول وأجاد في حدود الإمكانيات ما تغلبش مباراة الزمالك آه كان فيه لي وعليه ولكن بعد الهدف الثاني أعاد التوازن بتغيير منطقية وإدري يرجع وهي مباراة دايماً خارج التوقعات 50-50 تمام؟ وهي مباراة دايماً خارج التوقعات طبعاً تمام؟ النهاردة بيلاعي فرقة برضو من العيار التقيل في كاس مصر بخروج المغلوب يتعامل معنا لمستوى التكتيجي بشكل رائع احترم بطريق بيراميدز وحقق الهدف المطلوب منه المكسب وكمان ادى شكل للنادل أهلي إن مش شرط للنادل أهلي يهاجم عشان يكسب صح أنا النهاردة لا أنا عندي مدافع بشكل كويس منظم بشكل كويس عندي قدرات هجومية بستغلها بشكل كويس وده اللي عمله النهاردة واستفاد منه النادل أهلي الشرط الأولاني كرة سابتة جابها أجول الشرط التاني لعب وراء خط وسط نادي بيرامنز اللي كان كله متقدم فكان دايماً بيستلم في الحتة دي ولو كان فيه هدوء شوية الآخر تلت ساعة كنادل أهلي كان ممكن يجيب جنيل تلاتة لإندفاع بيرامز لعدم التمركز الجيد ناديل أهلي التسعين دي وقق بشكل كويس منظم بشكل كويس خطوطه رايبة لا يتعامل مع الموقف بشكل رائع وحقق المطلوب منه وأكتر المطلوب منه طبعا طيب أنا بس عايز أحط في الاعتبار كمان إن مباراة غزة المحلة أو مصر بيستنون ممكن الناس يتعاملوا معنا على الورق مباريات سهلة طبعا بس في الظروف اللي كان بيعادي بها الأهلي الفترة دي في إصابات عديدة وغيابات كثيرة فالمباراة دي أنا بس عايز أحراك تأكد إن هي مش بتبقى سهلة عشان ناس بتبقى تصور لا هي مش مباراة سهلة أكيد خاصة الفرق الزغارة دي المباراة دي ممكن تبقى أصعب من فريق بيرامز فريق بيرامز ناري بيستحوازه وبين الكورة وسيب لك مساحة لا المحلة واستر لا 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 وقفين بتكتل دفاعي وعنده شراسة وعنده لا ممكن تكون أصعب من بيرامز الزمالك كمان يعني يعني ممكن في بعض الأوقات المتشارات دي بتكون أصعب من المورات الكبيرة خاصة لما تكون عندك غيابات وعندك إصابات وعندك لعيبة مش جاهزة يعسب لك كابتن سامي برضو إنه حسام النهاردة بيسجل لأول مال حسام حسام هو توفيق يعني إيه يعني هنقول إيه يعني لو حسام ما جابش الجونة النهاردة كنت هتقول إنه مشكلة فعنده حسام حسام كنت هقول إنه حسام بعد كده صعب يشارك لما تشوف الكرة اللي جات له يعني هو 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 سامي لما طلع شريف ونزل حسام لأنه كان في التوقيت ده بيرامز كان كله مندفع فسامي عاوز محطة عشان يطلع عليها يعني شريف تلاعب الكرة في مساحة فبيروح وش لجون لما في بيرامز كان مندفع وفي الخطو بقى عندك مساحات وإنت بتستلم ورا خط النص فأنت عاوز حد قدامي يستلموا الكرة عشان يطلع الناس بقى اللي جاي من تحتك اللي حس بقى فيه مساحات فأعتقد الغرض الكبير من نزول حسام هو ده ولكن حسام كل الكرات اللي جات له عشان يستلمها ويطلع الناس يتعامل معا بشكل مش كويس آه ده حقيق أنا قلت كده في النهاردة وسجل هدف وقبلها كان فيه كورتين صعبين جدا يتعامل معا بشكل مش كويس فهو الغرض اللي انت نزلت عشانه انت أصلا محققتوش صح ولكن انت كفيروت لما جات لك فرصة لأ جبته جوهنا أنا أقصد إنه الراجل كان بيمر بأزمة ثقة واضحة جدا مع عبيد سمو سيماني فواضح إنه هو بيتعافى منها أكيد الهدف النهاردة يخليه ربما يتعافى النقص لإنه أنا بقولك له لهدف ده النهاردة كان يبقى فيه نهاردة فيه لعطة هو خارج من المواطس على مدس تفهم كتير على حسام نهاردة واخر من المواطس فيه لعطة فيديو هو بيقول أنا تولدت النهاردة الراجل مضغوط طبعا مضغوط جدا أيوة هو كان فقد الثقة والمدرب فقده الثقة لإنه إحنا تكلمني هنا قبل كده أنا فاكر معاك هو ليه الراجل بيلعب شريف أو بيلعب بيرسيتاو أو بيلعب طاهر هو معتمد على فكرة واحدة بس فكرة الرأس حرب بس سريع اللي هروح بوش لجون بالظبط أنا فوقت من الأوقات كمدرب محتاج المحطة تنوى إن الراجل يستيلي مطلع علي لما يكون فيه مساعات الكراطة العرضية عندي الراجل الشارس اللي بيلعب بالماو إنه الأهلي ما كانتش أو المسيماني ما كانتش عاوز النوع ده من الفراو ده فكان موت الراجل واضح إنه الفلسفة وقدت لتغيير الأفكار دي فممكن ده يكون ميلاد جديد لحسين ريكاردو سوارس المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي سمعت عنه نهاردة قريت عنه شفت عنه حاليا يعني زي البقية الناس يعني قالني فيه مدرب جديد أهلي وارد يكون برتغالي برتغالي الصغير في السن سبعة واربعين سنة تجربة البرتغالية طغية على النادي الأهلي أيوة هو عادة أو غالبا بتنجي عشان مش أقول عادة عشان بعض تجربة طغية دايما عن النادي الأهلي واضح أنها بتوصيات يعني في حد صاحب خبرة كبيرة ملهم للاعتقد يعني للنادي وإدارة النادي أن المكان ده بيصنع نجومية مع النادي الأهلي والتجرب برتغالية دايما بتنجح مع النادي الأهلي اللي هيبعد بيت سمو السيمانية هيتعب شوية؟ هيبقى تحت ضغط؟ أي مدرب بيمرى النادي الأهلي هيتعب طبعا هيتعب هو عادة أي مدرب بيضار بنادي الأكيد بيتعب طبعا سأصبح بيت سمو السيماني برضو حق عدد كبير من النجاحات في فترة هو هيتعب ومش هيتعب هيتعب النادي الأهلي مع بيت سمو السيماني حقق بطولات كتير صح ولكن كان ينتظر الشكل والفريق الممتع صحية فأنت بيجيب يعني بيجيب مدرب عنده يعني معادلتين عاوز يحققهم عاوز يحق أبو طولات صحية عشان إرضاءا للقاعدة الجمهورية الكبيرة وغرور وكبرية للنادي الأهلي وفي نفس الوقت صناعة شكل وصياغة للنادي الأهلي الجديد بشكل الجديد اللي مفتقدينه بقى أنه سنتين مع بيت سمو السيماني آه أبو طولات ولكن فاقد شكل الجميل للنادي الأهلي صح والرغبة اللي بتحقق الفوس نادي الأهلي كان بيكسب ولكن دون رغبة الفوس صحية فأنت المدرب جاي وأكيد زاكر وعارف المطلوب منه بشكل لو حقق يعني يمكن فيلر لما مرر النادي الأهلي نادي كلها بتتكلم عليه بشكل كويس معينه محققش حاجة مع نادي الأهلي فأجيه في توقيت محقق بس عشان لعب كورة تبدو ممتعة أو إلى حد ما لعب كورة الناس حبت طريقته في إدارة المبارات وشكل الفريق معاه صحية فالمدرب الجاي لو قدر يعمل ده ويكسب قلوب الأهلوية دي الخطوة الأولى صح النادي الأهلي أي مدرب بيحقق مع عبود الله وبيحقق مع مراكز كويس وبيقدر يروح دايما على منصات التنتويج لو تعامل شوية بزكاء مع المنظومة ومع الإعلام ومع الإدارة المدرب النادي الأهلي ليس كوتش داخل الملعب ولكن هو كوتش في إدارة منظومة النادي الأهلي وده مهم جدا جدا وأعتقد المدرب الهيجي يعني لو عمل ده هينجح بشكل كبير هيعمل ده بشكل كبير طيب مدرب منتخب مصر رأي كيف اللي بيحصل الفترة أخيرة مع كالوس كيروش والكلام اللي رايح جاي والخناعات اللي رايحة جاية بينه طبعا يعني واضح أنه فيه تخبط داخل الاتحاد المصري ملفات لم تقفل بشكل جيد وبالتالي أنت لما ما تيش حاجة بتقفلها وبشكل حل وتقفلها خالص هتفضل تنفس كل شوية ويطلع لك منها يعني مشاكل وحيات مشاكل وكل يوم ممكن نكتشف حاجات احنا مكناش عارفينها طالما أنت اتعاملت على ملفات يعني بعدم احترافية بعدم احترام للشخصيات اللي أنت بتعال معها والاحترام ده مهم جدا يعني هي الحياة الحياة بسيطة احنا ممكن ننجح وممكن نفشل وممكن نحقق حاجات كتير جدا وممكن منحققش حاجة ولكن يبقى المصداقية في العمل واحترام الأشخاص أنا مجيب مدرب بتعامل معايا بشكل لائق والله أنت هتحقق يعني عاوزك عشان واحد اثنين ثلاثة والله أنت حققت أنت نجحت ما حققتش يعني خلاص أنت فشلت معايا وشكرا مع السلامة وكل واحد ياخد حقه دون المواربة ودون الانتظار لرأي ألم أو رأي ميكروفون أو رأي حاجة لأن الحاجات دي بتشتتنا في القرار مزبوط لأن كل واحد صاحب قرار وصاحب رأي دون الاطلاع على الملف بكل تفاصيله فلو إحنا دايما وإحنا عاديين بناخد قرار وإحنا عندنا الورق وكل حاجة جاهزة بس بنسمع رأي واحد هو شايف نصف الورقة بس أنا باخدش قرار صائم لأن أنا بعمل حساب حد هو شايف نصف بعين واحدة مع أن أنا شايف بعناها لاتنين ولو خدت القرار هاخد قرار صح بس هالأسف عشان باخد قرار طبقا لأراء تانية فبوازن الأمور دايما عندي الباب موارب فبتخلي منه دايما شوية هول أنا كنت بقول لنهاردة أنه كالوس كيروش ممكن يبقى القصة الخنادي كلها على 25 ألف دار الغرامة تمام وممكن يكون قانونيا أن الاتحاد مش قادر يسرفهم لأمور قانونية عندهم بس ما تشرح للراجل وضح للراجل ابعت ميسج للراجل كلم التلفرات قوله حاول أن نصقها قانونيا أشوف عاملها زي الفاتح بس يتكلموا يعني طب هو اللي يخلى الراجل هو مش ممكن كارلوس كيروش ده هو يعني كمدرب يعني هقول حاجة ببلد كده هو محتاجة 25 ألف دار لا طبعا تمام هو كمدرب التعامل غير لائق معاه خلاص طب أنا هفتح الملف ده هو كمدرب وكراجل ممكن عادي بالنسبة له مش محتاجهم مش هتفرق معاه وخلاص تنازل عنهم بالردى أي يعني تحت أي صيغة ولكن هو ليه يصير الموضوع ده في التوقيت ده أجيد في حاجة في التعامل ده اللي احنا بنقوله يعني التعاون مع المدرب باحترافية باحترام دون النظر عن أي أراء أخرى كنت عدقتك في النادي الأهلي دلوقتي أنا اه عضو عامل بس هد tit اه وعشقي الاول والخير النادي الأهلي من قبل ما اشتغل حتى ولا ألعب كورة ولكن هي سنة الحياة وخلينا لازم نبقى منطقيين وواقعيين وعندنا صدق مع نفسنا يعني أنا اشتغلت من الاهلي من 2012 مرحلة لحد 2014 وبعدين من 2016 لـ 2018 مرحلة من العمر التدريبي كبيرة وحققت اللي حققته مع مدربين وكان ممكن تجيلي الفرصة أمسك مثلا لوحدي بعد اعتذار مدرب أو اتنين ولكن في التوقيت ده ما جاتش ما كانش فيه الجرأة زي دلوقتي أو زي قبل كده فإدارات الرجل التاني مثلا يمسك هو ده التوفيق وعدم التوفيق في التوقيت ده وبعد كده رحلت واشتغلت في المنتخب وبنتظر فرصة تانية فخلاص هي الحياة بتستمر مش دايما هقف عند محطة ونقول أنا مش اسمي مش بيتقال أنا لازم يكون موجود خلاص الحياة هي مدغيرات كتير وإحنا كلنا ولادنا للأهلي وأنا أو غيري أو غيري أو غيري يتمنوا يحلموا العمل في الناد الأهلي ولكن هي الحياة بتستمر بينا وبغيرنا وبأجيال تانية وباللي طلعين وده الطبيعي والمنطقي ولازم نحترمه ولازم يكون في عينينا وراصنا هي الحياة كده لازم نؤمن بيها أنها كده أنا بقف مش بقف عند محطة واحدة كل التوفيق والنجاح للناد الأهلي بكل العاملين وكل ولادنا اللي بيشتغلوا وإخواتنا الصغيرين واللي قابلينا نجحوا وإحنا نجحنا واللي بعدين ييجوا وينجحوا أنا يعني مش منت أنا أي وقت أشتغل من الناد الأهلي أحب أشتغل من الناد الأهلي بس أنا خلاص أنا عارف أني دي محطة أعتقد أسماء دلوقتي طلعها وتستحق ولنها تبقى موجودة وتشغل مع أجهزة فنية يمكن أنا لو ربنا قرمني في وقت ملوقتي واشتغلت مدير فني وحققت نجحات ممكن أرجع بصيغة أخرى ده اللي ممكن يكون بعد كده صيغة مدير فني في المستقبل يعني يعني دلوقتي فيه ناس اشتغلت كانت مساعدين واشتغلوا أولاد الأهلي وعملين أسامي كويسة ممكن يكونوا مصنفين في وقت من الأوقات يكونوا لو في مدير مصر يكونوا موجودين لو ربنا قرمني روحت المكان واشتغلت وانجحت وحققت خطوات كويسة ممكن أكون مع الناس دي في الترتيب ده هي الحياة كده ولازم تقبلها كده كلام فيه منتهى اللي احتمل أنا بشكر حاجة شكرا جزيلا دايما بتشرف ودايما بتنوى دايما بس عجلنا بتواجدك معي شكرا كابتنا حاجة شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله مع محمد جمال ومروان الشافعي خليكم اعلم بحضراتكم مرة اخرى شرفني وينورني في هذا الفقرة اتنين من الاصدقاء الاعزاء دائما محمد جمال ومروان الشافعي هنتكلم معهم عن مباراة العليو برنامج زي كورلت اكيد واكيد اكتر المدين الفني المحتمل لي منور ومشارف يا جمالي حبيبي يا كيب ربنا اخليك مبسوط انا معاك كرعات مروان طبعا مروان اخبارك ايه وحشني بقالك كتير ما شفتكش في البرنامج اه عشان ما تفكرش اشوفك بره بس انا اشتقت للمكان اخبارك يا مرأة اخبارك يا مرأة اخبارك طيب جمال رأيك ايه النهاردة في المباراة بشكل عام مباراة الاهلي والبيراميد وفوز النادي الواحد على فريب الاهلي التاسل الوقعية الشديدة سامع امسان خرج باللي هو عايزه من المباراة ادري ان هو يتعامل في ظل الغيابات الشديدة حالة الاستقرار اللي فيها الفرقة في ظل عدم وجود مدير فني ان هو قائم بعمل المدير الفني الحين تعيين مدير فني في المباراة السابقة اعتقد ان هو نسبة نجاحه جيدة جدا تعادل فقط مباراة الزمالك وقدروا ان يكسب بقى المباراة اعتقد انه النهاردة قدر انه فنان يتعامل بالواقعية دي من خلال شكل الفريق في المرأة قدر انه يقفل العمق تماما على فرقة بيراميد سبلوم الاستحواز في المناطق الاولى من المرأة في التلت الاول والتالي كان قادر يقفل وده اللي خلق معظم خط الدفاع بتاع النادر اهلي ظهر بشكل جايد يمكن محمود وحيد شوية لشوط الاني كان اهل لكن محمد هاني رام ربيع ياسر برنام زهر بشكل جايد ليه لان كان قفل المساحات وزوايا التمرير كان عظيم جدا من الثلاثة بتواصل الملعب احمد نبيل كوكا وعمر السولية وقاليو ديانج انا اتكلم عليهم تفصيليا تكتكية الاهلي النهاردة كان معقول جدا قس على مستوى القرارات والامور الفردية كان فيه مشاكل كتير كالعادة يعني فيه اخطاء كثيرة طبعا هروح لاخطاء بيرامزي تكبر بكتير من اخطاء النادي العالي النهاردة لكن نبدأ بالنادي العالي تكونوا مفائز النهاردة كان فيه برضو اخطاء فردية لسه مش منزبطة هو واضح يا كريم ان احنا بنعاني من الجودة خلينا بقى نتطفق علشان نساهل المهمة على مدرب منتخب مصر سواء كان باولو سوزا او اي مكان ان احنا عندنا كواليتي من اللعيبة عندهم مشاكل فردية في اساسيات الكورة ودي حاجة يعني تحزن شوية واضح ان فيه على طول اللي استلامات فيها مشكلة على طول القرارات برضو ده جزء من اهمية اللعب القرارات يا مثلا لقطة محمد شريف محمد شريف كان ممكن يستنى يرفع بس عينه يحطها صلاح محسن او يسدد هو قرر نوحة تفرج عليه جابره تقريبا كورة حسن حسن اللي تكعبل فيها كورة صلاح محسن فيه كورتين لصلاح محسن حاب انه ياخد ضربة جزاء لكن تكتيكي انا بشوف زي ما محمد قال انا اتفع معاه تماما اهم نقطة حصلت في المباراة هو اعتماد كابتن سامي على الاربعات على الثلاثة جود كوكا في نص الملعب يعني يحمى بكتير سوق ديانج في الشوت الاولاني ديانج كان سيء جدا في الشوت الاولاني كوكا كان على طول بيروح يضغط على وليد الكارتي كان محجم كل خطورة وليد الكارتي فكرة افشا بان اكتر في الشوت التاني لما اتقل لمكانه فقط انك اتوقعت اه لما اتقل لمكانه ابتدأ يتحرر شوية يمكن على الناحية اليمين كان عنده مشاكل لكن على الناحية الشمال او في قلب الملعب ابتدأ يحرك رتم الهجمة بشكل اسرع وعايز اقول بارتو ان كابتن سامي قوصان انا بشوف ان الاهلي يمكن الجملة دي صعبة شوية بس الاهلي تطور على فكرة جمعها في اخر تلسة ربع مرشات وبالاحصيات مش وجهة نظر فنية لو تروح تبص الاهلي دخل منطقة الجزاء قد ايه في المنشطات اللي فاتت هتلاقيه كمعدل تصعودي عن نهايات بيتسو موسيماني النادي الاهلي بقى عنده اكتر من وسيلة للعب ووضحت جدا حتى في الناحية الدفاعية وهي ناحية مهمة جدا في الكرة وليست ناحية سيئة ولا حاجة ان النادي الاهلي بقى كومباكت لدرجة ان احنا شفنا لو تفتجنا محمد فيه لقطة كان طاهر يروح يامل لما كان عمر السولاية في مركز 8 وعمر السولاية يروح يضغط وبعدين يرجع ومحمد هيني هو اللي يروح يضغط طاهر يغطي مكانه فكان فيه هارموني بس ما شفنا صعبة شوية مروان انه يحصل التطول من قلت لسه جايلك بالسؤال طيب يلا اه ما قلت لسه جايلك لا انا عايز جتل الجاوب اه صعبة شوية انه يحصل مروان اه التطول ده بيتسو موسيماني ساب الفرقة سابها بعيوبها ومميزاتها طبعا فلو فيه مميزات النهاردة فاكيد لها جزء كبير عند بيتسو موسيماني ارث فيه عيوب هيبقى القرس برضه عند بيتسو موسيماني طبعا لكن خليني اقولك انه ايه طيب الحاجات بقى اللي حصلت التغير ده انا مش هرجعه لانه سبب فني في المقام الاول طبعا فيه جزء فني لكن التحرر اللعيبة في بعض اللاعبين وصلوا لحالة من التحرر شوية مع سامي المصار حاجة تانية مهمة جدا الدوافع الدوافع زادت عند الجميع في بعض اللعيبة كانتش بهمه جمدة ما كانتش بتلعب مع بيتسو فانه لما يجي مدرب جديد حتى لو كان موجود في الجهاز لكن هو دلوقتي بقى صاحب القرار بقى الرجل الاول عنده القدرة انه يشرك بعض اللعبين وابتلأ بعض اللعبين ياخد فرق صلاح محسن بقى ياخد بشكل اكبر حسام حسن بقى بيشترك بشكل مستمر زياد طارق ابتلأ يدخل مع الفريق احمد نبيل كوكا ابتلأ يدخل مع الفريق ففيه عناصر كتير رامي ربيعب بيلعب بشكل مستمر ده تطور لا ما هو ده ليه لانه ضد دوافع لكل انا ما عنديش مجموعة مجمدة وما عنديش مجموعة بعتمد عليها وما فيش لعبة خلاص ضد قناعاتي ضد قناعاتي وده التحرر اللي وصل عند اللاعبين ولكن لو انا جيت قلت ان الكريدت هياخده سامي قمصان بهذه الحالة من التطور اذا الحالة البدنية اللي عليها الفريق عشاء الهالو وده طبعا مقدرش عشاء الهالو يبقى ظلم دي جدا لا لا بس عايز اوضح وجهة نظري انا بكلم بالذات في الشق الدفاعي النادي الاهلي في ماتش زمالك يمكن كان عنده بعض المشاكل لكن في ماتش النهاردة لا فيه تطور دفاعي في التكتكس بتاعت التحركات فيه التزام بلاش حتى التطور لو هي يعني ممكن تكون اكبر بس فيه التزام بالتعليمات بس اقول لك حاجة اقول لك حاجة تأييد كلامك وممكن متعجبش جمال بصراحة انا بقالي كتير قوي ما شفتش النادي الاهلي في الناحية الدفاعية حتى لو قدمها في بعضهم بشكل جيد مع بيت سمو سماني بيعمل مسائلسات الدفاعية بتاعت 4-3-3 بالشكل اللي يتعامل النهاردة يعني فيه دايما اماكن متقفلة بمسائلسات اللي بتاعت ال4-3-3 شفتها النهاردة الناس طبعا هتشوف الاخطاء الفردية الكثيرة اللي عند لعيب النادي الاهلي في التمريل والاستلام وخلافه بس تكتكان كان عاجبني ادايا النادي الاهلي النهاردة بس اربطها لك بنقطة احنا كنا بنشيد بكارلس كروش هنا في البرنامج ليه؟ عشان المجموعات الدفاعية ونظومة الدفاعية اللي قادر يعملها كارلس كروش كان بيلعب ازاي 4-3-3 بلعيبة الثلاثة عندهم ادوار الدفاعية بقدروا يعملوا واجبات الدفاعية بشكل جيد ده اللي حصل النهاردة اليو ديانج واجباته الدفاعية ممتازة احمد نبيل كوكا ممتاز سواء دفاعا او جمعا او حط على صعيدة الترانزيشن وعمر السولية رغم حالة الاجهاد الشديدة جدا اللي عنده هو لاب عنده رد فاعية جيدة عشان كده ما هو دي اول جملة انا ابتريب بيها قلت قدروا يحمل المجموعة الخلفية بالثلاثة ده زي ما رون قال احمد نبيل كوكا كان دايما مين الرجل الهولدر غير عبدالله السعيد في الفرق اما عبدالله لما يبتدي البدن بتاعه قليل شوية مين اكتر لعيب بيعتمد عليه بيراميز في البلد من وسط الملعب ولي دي كارتي النهاردة ما كانش موجود ليه ما كانش موجود كان مضطر ينزل تحت من ديب بوزيشن او من تحت في الملعب من ملعب بيراميز علشان يبتري يشتغل مين اللي عمله البوكسنج اوت ده مين اللي طلعه بره ورجعه وركد احمد نبيل كوكا فالمجموعة دي الثلاثة ده رغم انه الطريقة دي كان لها عيوب شوط الاولاني كان عيوب هجومية في الترانزيشن قاتلة الاهلي كان بيلعب مكسور الجناح باللغة البسيط عشان الناس تفهمها الملعب كان معاوج لقد بيلعب بجناح واحد اللي هو طاهر وفروت بيلعب في النص ومعندش جناح تاني ليه لان افشا كان بيلعب بيطلع على الطرف هو بيرافش يلعبها ينزل تاني يشتغل جوه الملعب عشان كلا افشا اشتغل بالشوط التاني بشكل متطور جدا جدا في الاربعة اتنين تلاتة واحد وشكله الطبيع عشان كلا اربعة تلاتة تلاتة تكلها مميزات عظيمة جدا في الجوز الدفاع لكان كان فيها بشكل جميع ايبقى مشكلة بيرامدز مروري النهاردة وبشكل عامي دايما بشوف بيرامدز انه فرقة عندها تشكيلة رائعة جدا من اللاعبين تشكيلة عيسية وتشكيلة احتراطية انا برأي او رأي يعني انه اكتر تشكيلة فيها عناصر كوة كبيرة في الدولة المصر اكتر من الاهلي والزمالي كمان هو بيرامدز وعمق في السكوات بشكل رهيب يعني دايما تحس انه اللي عديك كمان نهاردة هم نازلين تحس انهم احسن من اللي كانوا موجودين المفروض يعني كاسماء احسن كمان من اللي موجودين ايه المشكلة تغيير مديرين فنين بكثرة سواء بسبق او بدون سبب يعني مثلا كابتن ايهاب جلال انا اعتقد لو كان مكمل معهم هنشوف منظر افضل من كده يعني اعتقد الدوافع اللي دكتور محمد اتكلم فيها برضو اعتقد انها بتنقص عند لعيبة بيرامدز معلهمش الضغوطات في بعض الاحيان الضغوطات بتوديك لمناطق اعلى الضغوطات بتطلع منك افضل ما فيك افضل الناس في العالم بتشتغل افضل تحت الضغوطات ده رقم اثنين رقم ثلاثة هو الارث الكلبس هيرتج زي ما تكلم عليها اعتقد ان يعني في لعيبة بيرامدز بتقدي واجبات اكبر من لعيبة تانية النهاردة مثلا بشوف عبدالله سعيد 37 سنة عامل موتش هايل هايل على غير مثلا لعيبة تانية انا بحس ان هي مش عايز اقول بسها عندها بعض من الرعونة او بعض من الاستهطار الفني في ارضية الملعب ما عندهمش بعض من الحدة يعني صحيح اين مشكلة بيرامدز مشكلة بيرامدز طبعا كل الاسباب اللي قالها ماروني يعني اعديك مثلا بي اي جي بي اي جي احنا بيعنده سكواد افضل من الفريق اللي واخد شامبيونز ليج ليه ما ياخدش الشامبيونز ليج ليه مش عارف ياخد شامبيونز ليج الدفعية الضغط الضغط طول الوقت ان انت الجمهور بالمناسبة احيان كتير بنتكلم عن الضغط الذائد والنقد الهدام من الجماهير لكن اتناقض بقى البوزت في صايد او الجانب الايجابي الجماهير طول الوقت ما خليك الارتد واقف صاحي عارف ان انت لو تراجعت الجمهوري مش هيسيبك فانت طول الوقت مضغوط ودي ميزة الفرق الجماهيرية بيراميدز مش هيقدر يصلح دي مش فجأة يبع عنده جماهير لكن قادروا انه يخلق دوافع قادر انه يكاري التيم ويشتغل بتيم مش بس اروح اجيب اسماء علشان خطر ان انا بعمل ثقل جوا الفريق عدد الاسماء والخبرات والمعدلات العمرية المرتفعة لازم تكون عددها اقل من كده ونسبتها اقل من كده انزل معدل العمر شوية يبتروا على فكرة هما يلجأوا لده لما جابوا برهيم عادل وجابوا محمود صابر من النجوم وابتدوا يعملوا ده وداخل قسامة جلال من انبي يبتروا يخفضوا معدل العمر شوية لكن لسه محتاجين شوية شوية محتاجين وقت كتير طيب نهاردة ريكاردو سوارس اسم تقال انه خلاص اصبح قريب جدا من النادي الاهلي بشكل رسمي مدرب برتغالي لا يملك سيفي كبير ولكن الكلام اللي قريته النهاردة في البرتغال وقريت كلام عنه انه مدرب مبشر وحتى في البرتغال بيتعاملوا مع انه هو مدرب وعد جدا واحدة من الاسماع الكبيرة في البرتغال رائع كفية بص انا بشوف ان هو عطف معك هو مش مدرب سيفي كبير لان اغلبية فتراته كانت في الدرجات التانية الدرجات الادنى في جيل فيتسنتي فريق برتغالي هو فريق متوسط الترتيب حق معهم المركز الخامس اللي انجاز الابرس في تاريخه وفي تاريخ النادي السنة الجاية اذا كمل معهم اذا لم يتم يعني تعقده مع النادي الاهلي حيلع في دور المؤتمر الاوروبي اللي فاس به اس روما بقيدة جوزي مورينيو فده اول مرة في تاريخ النادي يلعب في بطولة اوروبية مدير فني صغير في السنة تقريبا ستة واربعين سنة المرازب قال انه هو مساء الاعلى جوزي مورينيو انا بعتقد ان هو مدرب انا بصراحة مش عايز اقول ان اتفرقت له على ست ساعة متشاط يعني بس انا شفت لقطات واريت عنه مقالات يعني لصحفيين بورتوغاليين كانوا بيرشحوا ان هو يفوز بلقب مدرب العام في الدور البرتوغالي على حساب كونسي ساو مدرب بورتو هو فاز مرتين مرتين مدرب الشهر اه مدرب الشهر عنده فكرة هي الاربعة تلاتة هنكلم فيها هكلمك على فنيا عنه ولكن عايز مع جمالك تكلم عن فكرة انه المدرب اللي هيأتي ما بعد بيتسو موسيماني اختياره يبقى عامل ازاي موقفه هيبقى عامل ازاي الضغوط اللي عليه عامل ازاي هل هو ده اختيار جيد ما بعد بيتسو موسيماني ولا لا طيب نروح الاول للاختيار اختيار طبعا بالتابعة يا مسئولية مجلس ضارة النادي الاهلي مجلس ضارة النادي الاهلي خاد الريسك فرين civilian مجلس ضارة النادي الاهلي خاد الريسك بوتش موسيماني صحيح انا واحد من الناس كنت متخوف جدا من التجربة قلت انها تجربة جديدة يجي مدرب افريقي والتجربة نجحت تكسب الرهان هل تنجح معاهم التجربة ما للمرة الثالثة يمكن تجربة فايلر في بدايتها لولا ظروف الكوفيد وطلبوا للرحيل كانت أموره ماشية بشكل جيد جدا ولداء كان من الاستحسان الجميع فانت بتتكلم على تجربة ريني فايلر مع هذا المجلس كسب الرهان فيها تجربة بيتسو مسماني كسب الرهان فيها هل يكسب الرهان مع ريكاردوس فراس ده سؤال مهم لكن هو اختيار طبعا ريسكي جدا في هذه الفترة لما تيجي بصوا بقى على نعكاسه سؤالك التاني على نعكاسه طبعا هيتعمل مقارنات طبعا لفترة طويلة خاصة في ظل تغول السوشيال ميديا السوشيال ميديا بقت صعبة جدا 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 الانتقاد بالمش وبالشوت وبالتغييره وبتأخير التغيير اقول لك هاي عيد عن كل ده بيد عن كل ده انا شفت النهاردة من عدد لا بأس به على السوشيال ميديا يهاجمون لا بيد عن المدرب بقى خالص يهاجمون بدراوة بدراوة محمد الشناوي اه اه في خطأ طبعا بس محمد الشناوي يعني انا فهم انك تنتقل تقول لك يا محمد الشناوي ممكن يبقى خطأ بس بقى بجوم حادس بقى بجوم حادس ومطالبات بانه يبقى فيه حارس يلعب مكانه هو يهاجمون اه 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 انا شفت كتير كتير جدا مطالبات بسعب لانه الموقف كان مختلف تماما على الموقف اللي هم بيشبهوه بتاع صامل حضري ومبارات اتنين اتنين فبنتكلم القصة دي بقيت هادي المبلغات بقى هادي المبلغات بتكلم على مدير فني كلنا متفقين انه سي في خلينا اوصفه يعني زي ما انا شاف سي في متواضع يعني سي في متواضع انه يجي يمسك النادي الاهلي ولكن كان سي فيه Raws مانويل جوزي وافضل طبعاً toett youtube وامويل الجوزي من سوارس لكن كان سي فيه مانويل جوزي ايه؟ قبل ما يجي النادي الاهلي بعد ما مشي من النادي الاهلي كان سي فيه ايه؟ فالنادي الاهلي وعكس صحيح جايلك مارتين يورل سي فيه يا عظيم Jonathan Fraer than onholm المدربين جاي بسيرو intros Language غير comunicاصف سواء تشيلي أو اللم ومشي من هنا راح بارتو بعدين راح ضرب في الإمارات فإجمالاً النادي الأهلي بالمناسبة والناس تترجع بالذكر مين مدرب كان لإسم كبير في العصور الحديثة إنه فيه مدربين كانوا جيين لأسماء كبار في السبعينات والثمانيات ونجحوا لكن في العصور مين مدرب جي إسم كبير في النادي الأهلي ونجح الفكرة حتى كارتيران أنا بشوف إنه هو وصل إنه هو يوصل إلى نهاية أفريقيا بسكواد الأهلي في فترتها نجاح بالنسبة له ومكانش مدرب برضو إسم كبير كان جايبينه من ودي دجلة ومازينبي فأقل أفريق روكيا لكن يبقى بس إحنا متفقين إنه هو الأهلي في الفترة الأخيرة مدربين كبار مش هوا طيب الراجل ده بيشتغل إزاي يا مرورد؟ الراجل ده أولاً معي ويفا برو ليسنس فأتمنى إنه إذا قدم النادي الأهلي يبقى فيه نوع من التعاون ما بين الأهلي وإتحاد الكرة إنه هو يدي محاضرات للمدربين المصريين ده نقطة يعني مهمة جداً الراجل ده بيعتمد على الأربعة ثلاثة الثلاثة الأربعة ثلاثة الثلاثة لأ ليه؟ الكاميرا جايبية أنا لا دواها استان شوف كامل الراجل ده أريب شوية لكارلوس كيروش في حتة ناحية الدفاعية لكن هو متطور عنه في الناحية الوجومية في جوانب تانية الراجل دايماً لتعلم استعرض بعض الحالات هو دايماً الراجل بيعتمد على الخط الخلفي بأربع لعيبة دايماً بيبني اللعبة ما عندوش حتة اللونج بول من الخط الخلفي إلا في بعض الأحيان لو نمشي الصور نريدك تركز على رقم خمسة ورقم واحد وثلاثين وإزاي هما حيبدأوا يتحولوا في الهجمة لو نمشي نجيب الصورة اللي بعدها هتلاقي إنه هو أكتر فكرة بيحاول يحافظ عليها كريم إنه هو يزق دايماً اللعيبة الأظهرة على أطراف الملعب ممكن يجيب الصورة اللي بعدها بالضبط بيحاول يزق يعمل استراتش للملعب بعرض الملعب كله للعيبة الأظهرة على شأن يدخل في عمق الملعب أو يدخل في الهاف سبيسيز الفورورز أو الإنسايدات ودايماً أهم العيب عنده في المنظومة من المقاطع اللي أنا شاهدتها هو العيب نمرة تمانية وهو بدرينيو بدرينيو دايماً هو اللي بينزل لو تكمل برضو الصورة اللي بعدها هتلاقي إن بدرينيو دايماً هو اللي بيعمل عملية العزل دايماً بيتمد على حاجة اسمها الأوفرليت الأوفرلود أند ايزوليشن بيروح يجمع اللعب في منطقة المسلسات الهجومية ثم في الصورة اللي بعدها هتشوف إنه هو بيحاول يغير اللعب للناحية الثانية عند اللعيب رقم 31 اللي بيجري اللي احنا كنا شايفينه الظاهير المتأخر في الصورة الأولانية لو كمل برضو هات الصور اللي بعدها نتكلم على أفكار مشابهة ليه هو دايماً الخط الثلاثي عنده فكرة اللي هو بيلعبه داياجونال الثلاثة فرشين الملعب بالقطر سواء اللعيب رقم 15 اللي هو أصلاً اللعيب نمرة 6 أو اللعيب نمرة 10 ده المفروض 8 على الدايرة يعني لو عايزين نبينها للناس الثلاثة دولة جماعة حمدي فتحي أليو ديانج وعمر السولية وعمر السولية هو رقم 10 اللي واقف هناك خالص لو تكمل الصورة اللي بعدها برضو تبين الفكرة بشكل كبير بالزبط هنا هنا بتتخيل إن الموضوع بيقلب من الأربعة تلاتة تلاتة تقرب للأربعة تلاتة واحد واحد وتلاتين اللي نازل تحته رقم 9 ده اللي هو المفروض نمبر ناين يعني رقم 29 لينو ونفارو الاسترايكر وموريو اللي هو الظاهير الأيمن أو الجناح الأيمن بيروح في الإنسايد وبتقلب الطريقة للأربعة تلاتة واحد عايزك تركز برضو على الصورة اللي بعدها وتشوف لينو إزاي هيتحرك في الصورة اللي بعدها برضو يعني أنا باخد هنس كده على كم حاجة ده برضو في عملية الضغط المتوسط من الفرق المنافسة بشوف أنه على طول بيحاول يخلق مساحة بين الخطوط يا كريم اللعيب اللي في نص الملعب ما بين اتنين يعني ممكن نرسم زي مربع أو يعني مستطيل ما بين الأربع لعيبة بتوع الفريق المنافس لابسين أبيض هتلاقي أنه دايما بيحط العيب في نص الملعب يستلم ما بين الخطوط ويفضله مساحة كاملة وده بيعتمد على طبعا قوة لعيبة السنتر بكات في الخروج بالكرة أهم عنصرين عنده حيكونوا أعتقد محمد عبد المنعي مبادر بنون لأن الرجل ده ما بيهزرش في الخروج بالكرة فعلازم يتين يخرج بالكرة بشكل مميز الصورة اللي بعدها برضو نتكلم عليها نفس الفكرة لو تفتكر دي اللقطة اللي كان بيعملها قوي منتخب الكوديفور في بطولة أفريقيا كان دايما اللعيب الوينجر بيقوم نازل لتحت ساحب مع الظهير ويدخل مكانه في عمق الملعب أو في الهاف سبيس اللعيب من نص الملعب وده دايما الفكرة اللي بيحاول الرجل يطبقها خلينا أقفك هنا بس أمروان على قصة 4-3-3-4-2-3-1 سواريس بيلعب 4-3-3-2-3 p.m test hook 4-3-3-2-4-3-3-2-3 again المواصفات اللعيبة اللي بتاعفون في وسط الملعب ليس كم لهم حمدي ولا ثلائية وله لا 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 عشانت فاهم والناس عشان مرح scale لل temptation to understand فهم الوقفة في الملعب الوفلاينج الشغل بتاعة التلاتة في وسط الملعب هيبقوا كأنهم اربعة تلاتة تلاتة لكن الرجل هيصطدم بايه لو هو المدرب بس عشان الناس تأكد لو هو تم تأكيده كمدرب وجيش تغل في جوان نادي الأهلي بنفس السكواد الرجل هيصطدم بايه نفس الاصطدم بيه كارلوس كيروش ايه هو؟ فيش تمانية انا عايز على اربعة تلاتة تلاتة بكواليتي معينة بلعيبة عندها القدرة الزيادات اللي انت بتشرحها يا مروان دي الزيادات اللي بعملها اللعبة دي بشيكوة تعملها يعني هو لو بتتكلم على الديان اه ما دي بقى النقطة اللي حتبان اكتر يا كريم في الناحية الدفاعية اه تعال بقى اقول لك كمان حتة قبل ما نروح للي بعدها واستنع من السنتر باكس اللي عنده هم على فاكرة بما فيهم محمد عبد المان هم أفضل اللي موجودين في نادي الأهلي في خلوق بالكورة بس هو مش خلوقهم بالكورة امتياز ما هو ما دي النقطة يا كريم اللي احنا قبل ما نرجع للنقطة عايزين نتكلم فيها هل الراجل ده حيتم الصبر عليه عشان ينفذ أفكاره وانا الراجل حيجي يستجيب للضغوطات ويقول لك خلاص يا جماعة زي ما جاء ما شير لا اونا رايبا انه مش الصبر عليه لترفيز أفكاره هو الصبر عليه التعامل الفرداء مع لعب لعب انه انت اصلا زي ما انت متوفرين حيجي يطور لعيب حيجي يطور لعيب كمي يعني انا بحاول اللي انا افرد بس افكاره يعني اللي بنشوفها دايما نبص دايما بيفضي عملية برضو الوفرلود والايزوليشن في الناحية التانية الناحية الفاضية تماما العملية دي بتحتاج معدلات بدنية رهيبة من اللعيبة تعال نكمل برضو الصور اللي بعدها كلها برضو في نفس الافكار دي فكرة تانية عنده بيحاول يطبقها هي فكرة البونة بتلات لعيبة في الخلف اللي اعتماد على بيدرينيو اللعيب نيمرة 8 وانا اتفق مع محمد في فكرة انه هو اللعيب 8 ده هو عندهم خلينا نشبهها بلوكا مودرتش يا جماعة هو مش اللعيب مش كاسيميرو مش رودري هو اللعيب اكثر منه التكنيكاليتي بتاعته عالية لان هتشوف اللقطة دي بيدرينيو بيستلم الكورة ده اللي حيامل لونج بول فانت اللي اعتماد عليه لازم يكون اعتماد التكنيكال بتاعه عالية شوية تعال نكمل الصورة اللي بعدها برضو خلينا نقول بلعبه مصري عشان ناس تبقى محمد باندي افشي محمد باندي افشي يعني الستايل اللعيب بيلعب بتاعك ده إذا تعلم يلعب 8 دي نقطة مهمة جدا ما هي مشكلة افشا في 8 زي ما شرحنا هنا البوكس بوكس او 8 ده عبارة عن ايه لعيب عنده واجبات دفعية ولعيب عنده واجبات هجومية نفس اللعب افشا عنده مشكلة في الواجبات الهجومية خلص افشا مشكلته في الوفلاينج وفي الواجبات الدفعية عنده مشكل كتير هلت عندك لقطات تانية عشان عندي رأي اه لسه في لقطات تانية دي لقطة بقى حياتي عارف يا جمال الفكرة في ايه؟ انه اليوم قطورة مفرقى ماتش اهل البراميدز تحس كده ان احنا عندنا مشكلة في القارس بتاعت اللاعب المصري يا مراموشة العام اللي هو ايه؟ احنا بنعرف ان اتفع كويس وبنعرف ان اعاجم كويس بس حاجة منهم ما عارفش نعمل لتنين طبعا ما تبديش لتنين لان ده مرتبط معدلات بدنية وطلب ببعي تكتيكي وحركة بدون كورة وبالدب واتباحتك بقى تعلموا كل حاجة وده صعب جدا فانت الديني واجب هعرف اعمله لك عارفي زي ما بيقولوننا كده الديني واجب واحد عارف عمله فالدين طلبش مني كل حاجة طلبش مني واجبين اعملهم مصرحية اللي هو العال كبري التقريبا اه اطلب لي طلب واحد ده واقعيا والله عشان الناس كانت باستغربة يقولك دافع بس ما عندوش كرة هجومية مش عارفين نعمل اثنين ده تاني برضو فكرة اللي هو التلاتة اللي بيقفوا على لاين واحد وازاي الجناح بيدخل في عمق الملعب قريبة شوية لتطبيقة فريرة لما بيدخل زيزو في عمق الملعب عشان التزديدات هنجري بقى في الصور عشان الواقع اه نجري في الصور عشان نوريك برضو ناحد فعلا انت تكلمت عنها دي يا كريم ان هو الراجل بيبالك في الضغط العالي هتفرج على الضغط العالي عامل ازاي الهاي برس ده بيعتمد على هاي لين فالهاي لين ده بيعتمد الكرة دي مهمة جدا بالنسبالي لان الكرة دي هتترد في قلب الملعب و تتقطع عايزك تشوف في الصورة اللي بعدها الكاونتر برسنج او الضغط المرتد اللي حيحصل الكرة تقطعت هنا او حصل ساكند بول على طول الساكند بول بتاع تلعيب الجيل فينسانتي مع صور كامل الصورة اللي بعدها هتلاقيه الراجل اللي خد الكرة ورح بترانزيشن عن جول بس العكس بقى لو حصل ممكن نعدي الصور دي نروح لأ كمان اللي بعدها عشان الوقت دي في عملية برضو الضغط العالي كل ده ده في عملية اللو بلوك بقى او في الميت بلوك الراجل برضو عنده التزام عشان ما نبليخش ان هو راجل بيضغط علي بس لأ يعني مثلا في لسه سورتين ثلاثة في الاخر خلص من سبع دي الوقفة الوقفة انا اربعة اتنين ثلاثة واحد ده اللي انا بخلي قولك انه لا او ما بيقفش اربعة اتنين ثلاثة واحد خالص اربعة اتنين ثلاثة اربعة اتنين اربعة اتنين دي ليه بيها ماتش بهم في كباس وخلينا اقولك انه لو عمل الكلام ده لو عمل الكلام ده ابا كريسي لقى انهم لا انا مش بقيم الكلام ده مش خصة انه ينفزه انا بتكلم الشكل بتاع الهاي بريس ايا كان هيتطبقه ازاي بالشكل ده بالمعدلات دي الراجل ده خات سعب على السنة طبعا عشان انا عشان فاضل دي معي رأيك يبقى انا رأيي انه الامور هتبقى صعبة جدا على صعيد النفسي اه طبعا وعلى صعيد السوشيال ميديا والضغط الجماهيري عليها بقى صعبة جدا الراجل ده مطلوب منه ما هو الضغط ده الضغط ده بياخدك للجزء الفني الراجل ده مطلوب منه انه بالبلدي الماكنة تطلع وماشي بصرعة جدا جدا الشغل ده عشان ينقله هل هتساعد الظروف واموره هتبقى على صعيد النتائج فالراجل يبقى عنده شيء من الهدوء هدوء داخل الفريق والاستقرار اللي ينجحه انه هو يطبق كل افكار وهو بيكسب هذه المعادلة الصعبة اللي ننتظر انها تبقى موجودة والمؤكد انه جاي والفريق في وضع شبه مستقرة على صعيد النتائج والنقاط وصل سمي فاينل كاس ماصر عنده فرص ايبور مترجات وارد يوصل فاينل الكاس الجديد لسه بيبدأ الدوري هو عنده فارق نظري متصدرا للدوري اذا كسب المؤجلات فهو في حالة جيدة المطلوب منه انه يحافظ على المومنتم ده ويبتري يطور جوه الفرق مرون هينجح لاجل؟ اه متحمس له جدا متحمس له جدا مرون انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشر رب تكونوا استمتعتم معنا اشوفكم يا رب با حال الكشم